أعطيكم العافة جميعاً وأهلاً وسهلاً في الحلقة الثامنة من بوركاسمونيو ضيفني اليوم كان عبد الرحمن قبيصي فنان مخلوقات وشخصيات واشتغل على أفلام عالمية منها وأيضاً كان مسؤول رئيسي عن شخصية إلي في العرض السينمائي للعبة The Last of Us 2 في هذه الحلقة تكلمنا عن أشياء كثيرة منها بدايات عبد الرحمن وكيف يمكن يتغلب على الصعوبات اللي واجهته وأول وظيفة له تكلمنا أيضاً عن المقابلات اللي سواها وأيضاً جاوبنا على أسئلة المتابعين في النهوين بصراحة هذه الحلقة أعطتني نظرة مختلفة وجديدة ومحفزة على مجال الأفلام بشكل خاص وعلى الـ 3D بشكل عام بناء على طلب كثير من المتابعين راح أضيف تايم ستامس على المقطع وأيضاً في البركاسات الجاي كلها راح يكون فيه تايم ستامس أتمنىكم تستمتعون لا تنسونوا اللايك والشير والسبسكرايب عبد الرحمن كيف حالك؟ الحمد لله تمامي أشكرك أنك جيت على البودكاست مع أن جدولك مشغول وعندك ألف شيء فوق راسك ولا يهمك شكراً يا مونير شكراً لك أنت أنت أخذت من وقتك وهتميت أنك تتكلم معي بالعكس معلومة أول شيء حاب أقولك إياها أن أعمالك واحد أعمالك من الأعمال اللي فعلاً ألهمتني فنتكلم بالنسبة لي في 2018 أن أنا أكمل في مجال 3D فحاب أقولك صحيح ما تدري قد وين أعمالك ممكن تلهم ناس كثير كثير وأتوقع أن جاتك رسائل على قولتنا رسائل بالهبل كثيرة فصراحة أنا أقدر لك أنك جيت فعلاً أقدر لك هالشيء وأتوقع أن في ناس كثيرة تبتأخذ أو تسمع من خبرتكم معلوماتك دعنا نبدأ أول شيء تعطينا النبذة بسيطة عن نفسك وفي وين تشتغل هو أولاً أنا أريد أن أشكرك وأشكرك للناس اللي بعد الأسئلة يعني أنا سعيد أن أنا معكم النهاردة وأتكلم وإن شاء الله يعني أنا أقدر أجاوب على كل الأسئلة بالنسبة لي أنا شخصياً أنا يسمي عبد الرحمن قويسي شغال فنان في شركة في لندن في بريطانيا متخصصة في المؤثرات البصرية وهو أنا برضو ها يعني هاعتزل على أنا هاستخدم ساعات كلام بالإنجليزي لأن صعب أن أنا أترجمه بالعربي فما عندك مشكلة هادي الله يعيني أنا هاعتزل على الجزء ده فأنا شغال سينيور كريتشر وفيشين مولدر زي ما مكتوب على الشاشة قدامكم في شركة ديناج في لندن في بريطانيا بنشتغل في الأفلام في المسلسلات اشتغلت فترة برضو في الإعلانات وتخصصي يعني زي زي الطائتل اللي مكتوب إن أنا بشتغل أكتر في شغل الشخصيات الكريتشرز الفيشي المولدين والحقات اللي تخص الوجوه الممثلين وكذا جميل جميل طيب عندي فضول يعني بالنسبة لهذا فضول لما أتكلم مع أي شخص صراحة كيف دخلت المجال ووش اللي خلاك تفكر في مجال 3D والكاركترز بالذاتة؟ هو السؤال ده أجبتها تبقى طويلة شوية لأن أنا بدأت من تقريبا من وانا سني 18 سنة البداية طبعا كانت في مصر وأنا عندي 13 سنة كنت تقريبا في سنة ثانية في الجامعة كنت اشتغلت كفترة بعد الدراسة يعني إجابي بالدراسة بعد اليوم الدراسي في ستوديو بيعمل مسلسلات 2DAnimation وكانت دي بدايتي إن أنا أشتغل في 2DAnimation اللي هو بقى بالورقة والألم الرصاص قبل ما يبقى فيه الشغل الدجتال اللي احنا بنشوفه دلوقتي فدي كانت البداية كان ساعتها عندي 18 سنة كنت أدرس في الجامعة؟ كنت أدرس في الجامعة في كلية تربية فنية فكانت تخصصي أصلا ودراسي كانت في الفنون فده كان مساعدني طبعا بس للأسف كان الدراسة ديت دراسة الفن عامة بتبقى دايما محاضراتها طويلة واليوم الدراسي بيوقع طويل لأن انت محتاج وقت علشان تطلع عامل فني فده للأسف كان عائق شوية في إن أنا أقدر أشتغل جنب الدراسة فكنت مؤثر شوية في الدراسة علشان أقدر إن أنا أكمل في شغولي ويعني في الآخر ده أثبت لي يعني فيه حاجات حصلت في حياتي أثبتت لي إن الطريق لن أخترت داوة كان هو اللي صحي فهنتكلم في داوة بعدين جميل جميل حلم لأن بالنسبة لي تكلمت مع أكثر من شخص من مصر حتى هنا من سعودية أن الواحد يدخل في المجال الفني كوظيفة كمهنة ما هو شيء على الأقل من الشيء اللي أشوفه ما هو شيء معروف دائماً الناس تتجهي للطب أو الهندسة أو من هذ الكلام دي حقيقة أي فعشان كده يجي لي فضول دي حقيقة إحنا عاودنا بالذات في مصر يعني أنا فاكر لما كنت بشتغل في في كل الأستوديات اللي أنا اشتغلت فيها كان دايماً على الأقل لنسبة 70% أو 80% من الذين يؤ Savنل معنا يكونوا مش دارسين فن أصلاً يكونوا ذاكنوا فن على جنب الدراسة بتاعتهم ومعظمهم كانت دراسة تجارة حقوق صيدلة ساعات صيدلة أو طيب و définمorph finals يعني أعتقد أنت بالمامك بتدرس حاجة كده عرف THAT أي عشاء أحساساً تمريض وكمالت تمريض قلب يعني يعني بيشد دايما الناس يعني اعتقد ان دايما الفن والموسيقى والحاجات اللي فيها بتشد دايما الناس ان هي تحاول انها تغير اسلوب حياتها وتحاول انها تشتغل فيها اكتر من من حاجة ممكن تكون روتينية شوية زي ان انت تشتغل مثلا في بنك او في مرحامة او حاجة زي كده فعلا هذا الكلام صحيح وانا احس فيه طيب بالنسبة للوظيفة اتكلم انا اول وظيفة لها علاقة في 3D متى حصلتها دي حاجة برضو لما بتكلم فيها في ناس بتستغربها شوية لان انا بدأت اتعلم 3D في اخر 2014 يعني تقدر تقول في 2015 كنت اخد كورس 3D وكنت بذاكر طبعا بالكورس دا كتير وفي 2015 في وسط 2015 تليما في يمكن يكون شهر ابريل او مايو 2015 كانت جات لي اول فرصة ان انا اشتغل فريلانس مع شركة المانية ويعني الناس كانت مستغربة لان انا كنت دايما بعمل بوست لشو ليه والاخباري على الفيسبوك وكده ان الناس استغربت ان في الفترة القليلة دي ان انا اول ما بدأت اتعلم 3D جات لي فرصة شغل وان انا بدأت يجي لي شغل فريلانس او ان انا اشتغل في 3D بس الفكرة برضو والاجابة اللي انا بحاول دايما اعرفها للناس ان انا قعدت سنين طويلة جدا يعني زي ما قلت لك منو انا عندي 18 سنة اا وانا بشتغل 2D فكل اللي انا ذاكرته في 2D كل مذاكرة التشريح كل مذاكرة كل قواعد الفن عامة كنظرية الوان تصميم كل الحاجات دي فدتني ان انا انقل الخبرات دي كلها دي 3D وان انا اتعلم ان انا بقى 3D artist بسرعة جدا كلامك هذا جدا جدا جميل وهو واحد من الشغلات اللي اوصلها للناس لان اللي اشوفه حاليا اتوقع ان يعني اكيد جاتك اسئلة كثيرة بالنسبة اي برنامج تستخدم اي برنامج تستخدم اي برش تستخدم مثلا في زي برش اي من هالكلام فالشالله هي يعني بالنسبة لك انت اساسا كنت متدرب على اساسيات الفنية فعشان كده صار بالنسبة لك خلني اقول اسهل من الشخص العادي اللي بدأ على طول في 3D هو اسهل لان اكيد هو هيعمل نفس الخطوات اللي انا اخدتها وانا بدرس الـ 2D هو هياخد الخطوات ديت بس وهو في الـ 3D فلو انا اخدت مثلا عشر سنين او اكتر في ان انا اتعلم كل القواعد الفن اللي اتعلمتها لما كنت 2D artist هو هيحتاج لعشر سنين دولت علشان يوصلهم في 3D فهي الفكرة ان انت لازم يعني انت تعرف اكيد قواعد بتاعة العشر تلاف ساعة انك لازم تذاكر او تدرس عشر تلاف ساعة في موضوع معين او في معينة علشان تقدر ان انت توصل ان انت تبقى شاطر جدا فيها وتقدر ان انت تكون متمرس فيها فهي القاعد بتاعة العشر تلاف ساعة هي الفكرة كلها انت العشر تلاف ساعة بتاعت هتقضيهم ازاي. فلو انت هتقضيهم في ان ان انت تدرس الفن من بدايته وتدرس ك2D ك3D. ولا هل انت مثلا هتقضيه من انك تشتغل في استوديو ولا هل انت هتقضيه من انك بتذاكر مع نفسك في الى لازم بتذاكر العشر تلاف ساعة. ومن بعد العشر تلاف ساعة بتبدأ يباني ان انت فعلا متمرس وسكيلد في اللي انت بتعمله ده فعلا صحيح يعني كنامك مية في المية طيب بالنسبة لل.. انت جد لي احنا اول شركة كانت شركة في ألمانيا دي بدايات الثري دي اول شركة اشتغلت فيها ثري دي كانت في ألمانيا انا فاكر ان في شركة مشهورة في مصر اسمها اروما دي انا كنت اشتغلت فيها في 2010 بس كنت برضو شغال فيها بالشو للتو دي كنت concept artist وكنت يعني بدأت شوية اتعلم في الثري دي كنت ساعتها بتعلم ثري دي ستوديو ماكس بس كنت بدأت اتعلم وما حبيتهش خالص يعني كان ساعتها كان لسا لزي براش مش مشهور جدا في مصر فكان ان انت تعمل كاركتر كان انك تشتغل بالبوليجون مودلينج وده كان حاجة بالنسبة لي كانت مملة جدا فما تبسطتش مقدرتش اكامل اكتر من شهور وما لمستش ثري دي تاني قلت لا انا انا تو دي ارتست وده مش هتعلمه خالص فاعتقد ان فعلا اول مرة اشتغلت ثري دي في حياتي وركزت وقلت انا عايزة بقى ثري دي ارتست كان في اخر 2014 واول شو ليه علاقة بثري دي يعني جالي فلوس منه كان في 2015 في المانيا جميل طبعا رحت هناك المانيا ما هو شيء اونلاين يعني اه دي برضو حاجة ممكن الناس تستفيد منها ان انا اول شغلانة مع الناس ديت كانت فريلانس ممكن نرجع برضو بالاجابة لوارا شوية برضو حاجة بتقدر اقدر افيد بيها الناس ان انا ساعتها كنت في الكويت مش في مصر اه اوكي وصادف اني لما انا كنت في مصر وبحاول ان انا اجتهد ان انا اشتغل واشتغل على البورتفوليو بتاعي وان انا لقي شغل برا والكلام ده كان ساعتها فترة الصورة وما بعد الصورة كان صعب جدا اني في مصر تلاقي شغل وكان في احباط عام في البلد عمتا فساعتها انا اخدت قرار والقرار دوت برضو يعني الحمد لله ان هو تلع صح في الاخر ان انا قررت ان انا اخرج برا مصر عمتا مش مهم هروح فين بس ان انا اخرج برا الاحباط دوت بحيث ان انا هيكون عندي جو ومناخ ووقت ان انا اقدر اكمل على درستي ومذاكرتي وبالفعل خرقت ساعتها وروحت الكويت اشتغلت مدرس رسم وناس كتير جدا يعني من صحابي كانوا مستغربين الخطوة دية انت ازاي تسيب مثلا انك تكون شغال في حاجة كرياتيب وتروح تشتغل شغل حكومي وروتيني زي انك تبقى مدرس انا صراحة انا عارف احساسك اكيد بس احكيلك الخطة احكيلك الخطة وانت هتفهم انا ليه عملت كده جميل بس كانت الخطة ان الشغل ده روتيني فعلا اه فده هيساعدني ان انا ماشتغلش اكتر من اربع خمس ساعات في اليوم جميل ويكون عندي وقت بعد الظهر كل الوقت ده بتاعي انا جميل وفي نفس الوقت يعني انا يعني بعمل فلوس كويس ابيجيلي فلوس كويس ابيجيلي مرتب كويس اه فدي كانت فعلا الخطة بالضبط في خلال سنة اخدت الكورس 3D وفي خلال سنتين يعني بعد ما قاعدت في الكويت سنتين كنت خارج من الكويت ورحت المانيا فعلا والخطة اللي انا كنت مخطط لها مشيت مظبوط هي السنة اللي انا قاعدت ذكرت فيها كنت عايش طبعا انا الواحدي باشتغل يعني باشتغل الصبح وبرجع يعني انا يعني عايز اقولك كنت ممكن مثلا اعود اشرب مثلا تلات اربع كوبات قهوة علشان مفيش حاجة مفيش اوبشن ان انا انا انام حتى انا بخلص الشغل اروح البيت قاعد اذاكر لغايت مثلا الساعة اتنين بالليل علشان انام عشان اصحى الساعة ستة سبعة الصبح اروح الشغل تاني فكانت سنة او سنة ونص كانوا بالضبط كده وفي السنة ونص دولات هم يعني هم دولات اللي فعلا ساعدوني ان انا اوصل اللي انا فيه دلوقتي سنة ونص دولات هم كانوا السبب ان انا تعلمت الثري دي من البداية تماما ان انا بنيت بداية البرتفوليو بتاعي ان انا جالي اول شغل فريلانس مع شركة اجنبية ان انا جالي الوفر ان انا سافر المانيا فانا كنت بس حابب برجع بالاجابة الورا شوية علشان برضو ممكن الناس تستفيد من الخطوة دي انا بحقبة صراحة فاجأتني فاجأتني يعني هو اللي يشوف هذه الشغلة الواحد مفروض يفكر فيها اللي يشوف اعمالك يشوف مستواك ما يتخيل ان فيه تضحيات وراها عشان توصل للمرأة يعني ما اتوقع ان فيه اكبر من تضحية انك تطلع اساسا من بلدك تروح بلد ثاني وتشتغل في شغلة لهدف بعيد فأعمالك وراها تضحيات كبيرة أعتقد أن أنا دائماً بشوف الموضوع كده أن كل ما يكون المجال اللي أنت عايز تشتغل فيه أو كل ما يكون الوظيفة اللي أنت بتحلم أنك تشتغل فيها كل ما يكون عليها إقبال كبير جدا ده معناه أن عدد كبير من الناس هتكون بتقدم على الوظيفة دي عدد كبير من الناس هتكون حبة أنها تشتغل الوظيفة دي بذات أن الوظيفة بتاعتنا فن هي ممتعة يعني حتى لو أنت تشتغل أنت بتعمل حاجة أنت بتحبها وبتعملها في وقت فراغك وبتاخد فلوس على كده فدي حاجة كل الناس عايز تعملها أكيد زي ما قلت لك زي أنك تعزف مزيكة أو أنك ترسم أو أنك فهي نفس الفكرة فكل ما بيكون الشغل اللي أنت عايز تشتغله ممتع وناس كتير عايزة تشتغلوا كل ما بتكون المنافسة صعبة جدا فطبعاً كل ما هتكون المنافسة صعبة لازم هتكون التضحيات الكبيرة طيب ممتاز أنت حين رحت ألمانيا واحد من الأسئلة اللي أنا بسألك إياها وموضوع المقابلة هم سووا لك مقابلة ولا لا أكيد سووا لي الانتروفيو دوت بس يعني اللي قبله كنت برضو حابب أتكلم إزاي جاءت الفكرة بتاعت أن أنا أسافر يعني هما الفكرة أن أنا الأول أتكلموا معايا في فريلانس فدي حاجة مهمة برضو الناس لازم تعرفها إن إنت لو جاء لك فرصة فريلانس مع شركة أجنبية وعايز إن إنت في المستقبل تشتغل معاهم إن تروح هناك يعني تشتغل معاهم تحاول إنك تثبيت نفسك الأول في الشغل الفريلانس فدي كانت الفكرة أن أنا أخدت حواليه تلات أو تلات شغلنات منهم فريلانس وكنت بحاول أن أركز فيهم كويس جدا وأن طبع أحسن حاجة عندي مش بس كشغل يعني حتى الاسلوبي وأنا بتعامل معاهم إن أنا دايماً بسلم في وقت يعني بسمع لتعليقاتهم وحاول إن أنا أعدي للشغل بحاول أثبت لهم إن أنا يعتمد علي إن أنا ينفع إن هما يوظفوني في الشركة بتاعتهم فدي كانت حاجة مهمة جداً فلما أنا عملت الحاجات دي طبعاً طلعت شغل شكله كويس كنت ملتزم جداً كنت بحاول إن أنا بقى professional دايماً طول الوقت ده ساعدني إن أنا لما أجأتكلم على إن أنا عايز أشتغل معاهم في الشركة إن هما يكون ما عندهم مش مشكلة وإن هما يرحبوا بحاجة زي كده جيم هو هم أساساً العقد معاك كان freelancer freelancer ورحت لهم هناك وأنت freelancer بعدين أعطوك العقد العقد الثاني ولا لا لا هو طبعاً كان لازم يعملي عقد full time من قبل ما أروح علشان أن أقدر نعمل فيزا أوه جميل جميل طيب فدي وردو لازم يكون فيه ثقة كبيرة جداً دي وردو حاجة ناس كتير متعرفهاش اللي ما اشتغلش مع شركة أجنبية هو لازم يكون عنده ثقة كبيرة جداً فيك إن هو يقدر إن هو يعمل العقد علشان يجيبك لأن الموضوع مكلف جداً موضوع إن هو ياخد الخطوة إن هو يطلع على الفيزا دي حاجة مكلفة أو حاجة صعبة فلازم يكون هو فعلاً وصل تماماً منك قبل ما إن هو يعمل لك العقد جميل جميل في شغلة أنت ذكرتها قبل شوي كنت بسألك عليها أنت جيت ممكن أنت في الكويت أخدت كورس 3D ممكن أنت ذكر وش هو هذا الكورس اللي أخدته أنا أخدت كورس أونلاين بس يعني أنا مش عايز أنصح الناس إن بلاش الخطوة دي لأن هي كانت مفيدة في حاجات معينة وكانت ملهاش لازمة في حاجات تانية يعني خليني أشرح كانت مفيدة أكتر من إن أنا كنت بتعلم من الكورس كانت مفيدة إن فيه التزام إن أنت قريدي دفعت فلوس وملتزم ومطلوب منك فيه أصاينمينس بتعمل لك ولازم تسلم الأصاينمينس ديك فكانت حتة الالتزام إن أنا فيه عندي جدول أنا لازم أمشي عليه إن أنا لازم كل يوم أشتغل هي كانت مفيدة أكتر في الجزء ده يعني لو أنت اعتمدت على نفسك إن أنا هزاكر لوحدي محتاجة قوة أراضة شوية عشان أنت تقدر تزاكر كل يوم وتزاكر بعدد ساعات كبيرة حتة إن أنا تعلمت منهم دي تختلف من شخص لتاني أنا حسيت إن أنا ممكن أكون بذاكر لوحدي أحسن يعني ما تعلمتش منهم حاجات كتير فعلشان كده بقول لأي حد أنت معاك فلوس عايز تاخد كورس أونلاين أو سواء هتروح تاخد في مدرسة في دولة أجنبية لو أنت الفلوس ديت صعب إنك تجيبها صعب إنك تجيب الفلوس وصعب إن فلوس ديت حاوشتها أو تعبت فيها أو أهلك تعبوا فيها وصعب إنك تعوضها بلاش تاخد الخطوة ديت اعتمد على نفسك أكتر وحاول إن يكون عندك قوة أراضة وإنك تزاكر مع نفسك أحسن لأن الموضوع مش هيكون مفيد إن هم يقولوا لك حاجة مش موجودة أونلاين فور فري على يوتيوب أو على أي توتوريالز قد ما هو هيكون مهم في حيثة إن أنت عندك التزامات وإنك في جدول وإنك لازم تخلص أساينمينس فدي النقطة بالنسبة للمدرسة المدرسة اللي أنا أدرس فيها اسمها CGMA فكان فيهم عاملين زي كورس character art 3D إنك تاخد الرحلة كلها من أول خطوة لآخر خطوة بداية من concept لإنه يعرفك مايا لإنه يعرفك زي براش لإنك تعمل character وتعمل تكتشرينج بتاعه ويهدومه والكاستيوم والكلام دخول بس زي ما قلت لك يعني أنا يمكن أنا كنت حتى في الأساينمينس كنت بحاول لو الأساينمينت مطلوب حاجة واحدة حاولنا نعمل ثلاثة أربعة خمسة لأن كنت بحاول على قد ما أقدر إن أنا في السنة ديت فعلا أبني البرتفوليو وابقى فعلا 3D artist وقدر أقدم على شو جميل جميل طيب برجع لك للسؤال المقابلات في العادة حتى في أكثر من شخصة إنه السؤال في مقابلات للعلاقة في 3D يركزون على إيش بالضبط؟ هو جزء كبير من الانترفيو بيبقى ودي حاجة أنا عارف إن في ناس كتير ممكن مش هكوا متوقع على الإجابة ديت بس هو جزء كبير من الانترفيو بيبقى إنه عايز تأكد إن أنت بنا قدم طبيعي يعني أنت فعلا بنا قدم يقدر يجيبك للشركة وتشتغل معاهم جانبهم في الستوديو لأنه أخذ القرار قبل ما يعمل معك الانترفيو من ناحية شغلك هو شاف شغلك وتأكد إن ده شغلك لأن طبعا إحنا دلوقتي ما فيش أسهل من أنت تعمل سيرش على الشغل وتتأكد إن ده شغل البناء ده يعني مثلا لو أنا عملت سيرش على مونير هلاقي بتاعه وهلاقي مكتوبة عنك هلاقي شغلك موجود في كذا مكان فهتأكد إن ده شغلك فعلا وإن أنت اللي عامله فهو عارف إن ده شغلك وتأكد إن ده شغلك زمان كان ممكن الموضوع صعب لأن كان في ناس كتير ممكن تسرق شغل ريل بتاع أرتس تاني وتقدم به على شغل لكن دلوقتي بقى الموضوع صعب يعني بقى سهل جدا إنك تعرف إن ده شغل الفنان اللي مقدم ولا لأ فهو يعني جزء كبير من الانتروبيو بيبقى عايز يعرفك أنت كشخصية عايز يعرف أنت كبناء أدم طبيعي هتقدر فعلا تتكلم معاهم بالذات لو أنت مثلا ممكن تكون يعني الوغتك الأولى مش إنجليش فعايز يتأكد هو مش عايزك تكون في الإنجليش يعني أنا الإنجليش بتاعي برضو على قدي جدا هو عايز يتأكد إنك تقدر تتواصل معي يعني يكون فيه تواصل إنك تفهم هو عايز يطلب منك إيه لأنه كل يوم هيتطلب منك شغل فهو عايز يتأكد تماما إنك هكون فاهم هو بيكلمك في إيه وإن هو يكون فاهم أنت بتتكلم في إيه فجزء كبير من الانتروبيو بيبقى عن كده بيبقى إنه عايز يعرفك شخصيا بناء أدم يعتمد عليك بناء أدم هيكون الاتصال ما بينكم والكوميونكيشن هيكون مفهوم ولا لأ هل أنت هتتكلم في حاجات غريبة هل هتقدر تفهم أسئلتهم وتجاوب عليها دي الحاجات اللي هتكون مهمة في الانتروبيو لأنه هو قريدي يعرف شغلك وشاف شغلك ممكن بعد كده يسألك كم سؤال في آخر الانتروبيو برضو كان هو من أنواع إنه هو يتأكد إن انت اللي عامل الشغل ده سوما بيسألوها بطريقة شيك شوي بيسألك إزاي يعني مثلا يقول لك حلو قوي الارتورك اللي انت عامله اللي اسمه كذا انت احكي لي كده عنه انت اشتغلته ازاي وعملته ازاي حيس إنك تقدر تقوله أنا اشتغلت في برنامج كذا عشان أعمل التأثير الفلاني اشتغلت في برنامج كذا عشان أعمل الحاجة المعينة دا أعرف من إيجابتك إن فعلا انت اللي اشتغلت ده وانت ازاي بتستخدم البرامج دا من الحاجات اللي انا عالتها وانا مش فخور بيها في أول انترفيو اللي هي هو ان انا كدبت بس برضو يعني دي حاجة برضو انا ممكن اقولها للناس ان ممكن تكدب كتبة زكية شوية تساعدك في الانترفيو بس انا مش بنصح الناس ان هي تكدب يعني بس لو انت تزنقت انت ممكن تكدب كتبة انت تقدر تصلحها بعد كذا يعني انا كان معظم الشغل اللي انا بشتغله دايما عندنا في الوطن العربي وبالذات في مصر بنشاء الله دايما بثري دي ستوديو ماكس في مجال الافلام برا الشغل معظمه بماية فانا ما كنتش باشتغل بماية فانا كان جالي انترفيو انا اول شركة اشتغلت فيها في مجال الافلام كانت شركة اسمها فريم ستور في لندن في بريطانيا قبلها كان جالي انترفيو في شركة سوني في فينكوفر كندا وفي الانترفيو بتاع سوني كان الانترفيو ماشي كويس جدا بعد ان سألوني انت بتشتغل بماية فالتروني انا بشتغل بثري دي ماكس بس مشاكل ان اتعلم ماية يعني موضوع سهل جدا ده يعني ممكن اتعلم بس التولز والدوني هتبقى يعني سهلة يعني بس الاجابة ديت خلتهم غير رأيهم وما جاليش اوفر من بعد الانترفيو دوت ففي الانترفيو التاني كان مع فريم ستور كدبت اه انا عامل الشغل دوت بماية معانا كنت تشغل بثري دي ماكس بس الكتب بداية ساعدتني في ان هما دوني الاوفر بس في المقابل دوت انا زاكرت ماية جامد جدا لغاية ما بدأت شغل بحيث ان انا اقدر فعلا نشتغل بماية وفعلا يعني اشتغلت بماية اول ما جالي الشغل ساعتها حتى يعني سبحان الله انا كنت عمل ادعي ربنا ان يجي لي شغل يكون فيه زيبراش اكتر يعني يكون فيه كليتشرز او كاركترز لان انا قلت ان انا ما اشتغل ماية وانا كان لسه امكاناتي في ماية مش قد كده فجالي شغل اول شغل اشتغلت معاه كان اول فيلم كان سور راجنا روك عارف انت تعرف الفيلم ده ولا لا ايه عارف انت فطبعا في اي فيلم الثور في اي جزء من الافلام ثور بيبقى في المدينة اللي هو عيش فيها اسمها اسجارد صحيح مدينة كلها مباني بشكل فانتزي وشكلها مختلف تماما عن اي حاجة يعني تقليد اي احنا بنشوفها طبعا لان الموضوع كله فانتزي فكان اول شغل اللي هي كنت من ضمن تيم بيبني المدينة بتاعة اسجارد في ثور راجنا روك فطبعا كان كل الشغل بوليجون موديلنج في مايا فكانك اشتغلت انفيرومت هنا بزبط فطبعا مايا اللي انا كدبت وقلت ان انا اشتغل بمايا كان كنت بشتغل لمدة ست شهور كنت تقريبا كل يوم عشر ساعات بشتغل بمايا وكان الهيدوف ديبارتمنت كان المكتب بتاعه ورايا فكان بيتفرج عليها كل يوم وانا اشتغلت في مايا فكان يعني ضغط عصبي رهيب بس بعد ست شهور دولت انا بقيت يعني professional جدا في مايا فكان من ضمن الضغط اللي ساعدني ان انا اتطور جميل حلو والله هو في النهاية ده انت يعني انت اخبر يعني من تجربتك الانتقال من 3D package للثاني مجرد انك تعرف الاساسيات يعني بيكون اسهل من انك تبداعهم من جديد جدا بالذات في الزمن اللي احنا فيه دلوقتي اي software سهل جدا انك تتعلمه الجزء التكنيكال بقى سهل جدا الجزء الارتستيك هو اللي صعب يعني مثلا احنا بنعاني ان احنا نعاين ناس في الشركات يكون عندهم التالنت لان الحاجة التكنيكال موجودة المشكلة كلها في التالنت دلوقتي فانت لو ركزت على التالنت وذكرت في الحاجات اللي فعلا صعب انه حد يتعلمها ان انت يكون عندك sense of design انك تكون عارف ازاي تعمل design شكله كويس انك تكون فاهم اساسيات color theory ونظرية الالوان انك تكون فاهم تشريح التشريح ده مهم جدا 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 بالذات لو انت هتشتغل creature او character artist دي كلها حاجات صعب جدا ان انت تتعلمها في اسبوع او في شهر لكن انك تتعلم انك ازاي تتنقل من 3D max لماية في شهر سهلة جدا انك تتعلم زي تستخدم substance painter في اسبوعين دي سهلة جدا لكن مستحيل تتعلم تشريح في اسبوعين مستحيل تتعلم design في 3 جهور فعلشان كده انا دايما مؤمن بان ال software ده اخر حاجة انت ممكن تفكر فيه فعلا بالنسبة للتشريح في الجامعة في الجامعة لو ما الدكتور في الكلاس الاناتومي سرب لنا او لمحلنا على الاسئلة كم واحد نجح فينا الاناتومي واحد من ان شاء الله اللي فعلا صعبة يعني انا اتكلم من ناحية طبية يعني هو اكيد الاناتومي من ناحية طبية يعني الواحد لما بيذاكر الاناتومي احنا بنذاكر الاناتومي سطحي لان احنا بنذاكر العضلات والعضم والتندنس اللي بتأثر على شكل الجسم من فوق احنا بنناش دعوة بايه جوة الجسم والريدي هي معقدة جدا فانا بتخيل لو انت دكتور ومحتاج تذاكر حتى الحاجات اللي جوة اكيد طبعا الموضوع اصعب بكتير فعلا طيب نكمل على موضوع الوظيفة فيه شغلة مهمة جدا وخلنا اعطيك البارغراون حق السؤال لما طبعا دائما فيه يكون الواقع ضد التوقعات الريالة نزين فكثير من الناس اتوقع يعني وهذا اللي احس فيه الى حد ما حاليا طيب ان بيكون مكان الشغل يعني مثلا لو تشغل على افلام ولا تشغل على العاب بيكون المكان اللي تشغل فيه مرة حلو وما فيه سترس ما فيه زي كده يعني فبيتكلمنا عن الواقع ضد التوقعات بالنسب لك في مكان العمل وبيئة العمل بشكل عام في المختلف فلسطوريات اللي اشتغلت فيها هو هو فيه نقطتين في موضوع التوقع والواقع او النقطة المكان العمل كمكان عمل وتاني نقطة طبيعة العمل نفسه او طبيعة الشغل اللي انت هتشتغل عليه تمام مكان العمل دي بتختلف من شركة لشركة يعني فيه شركات كتيرة تكون كبيرة وغانية هو فعلا بتشتغل في المكان بتكون مبسوط جدا وحسس فعلا انك انك شغال في مكان كبير ومستحيل تشتغل في اي دولة عربية في شركة تكون بالشكل دوت فدي ممكن يكون اللي انت متوقعه بتلاقيه فعلا المشكلة في طبيعة الشغل نفسه ان احنا بنفتكر ان احنا علشان هنشتغل مثلا يعني مثلا انا كنت في خيالي ان انا هشتغل على فيلم مارفل او فيلم دي سي ان انا ها يعني اكيد هيبقى طبيعة الشغل ممتعة جدا وان انا هبقى مبسوط جدا وقاعد بنحط في زي براش والدنيا جميلة والحاجة اللي انا بعملها في وقت الفاضي انا بعملها وباخد فلوس عليها هو جزء كبير من ده حقيقي بس في جزء اكبر هو لا هي مازالت وظيفة مازال روتين مازال في ضغط مازال بيتطلب منك شغل ممكن تكون مش حابه انك تعمله من ناحية يعني ان هو يكون تيكنيكال اكتر ان انت مثلا احنا لما تشارف شركة افلام كبيرة لازم بيكون عندك حاجة اسمها بايبلاين البايبلاين ده ان انت لازم اي اسد او اي اي موديل تشتغل عليه لازم يتعمله حاجة اسمها بابليش لازم الموديل ده يكون متجاهز بطريقة معينة انه ينفع ان هو يدخل جوة البايبلاين بتاع البرودكشن ومن جر ما يعمل اي مشاكل لغاية ما يوصل لان هو يكون موجود على الشاشة في السينما فدي حاجة صعبة جدا ان انت تعملها لازم تكون عارف كويس جدا شكل الاسد بتاعتك عامل ازاي حاجات بسيطة جدا بتبقى مهمة زي النامينج ان انت ازاي بتسمي اسامي الموديل بتاعك والاجزاء اللي في الموديل ده جوه مايه علشان تعمل لها بابليش ازاي تكون مفيش اي غلطة في الموديل بتاعك ما يكونش فيه اي غلطة في اليوويز ما يكونش فيه اي غلطة في البرتكس اودر ما يكونش فيه اي غلطات تيكنيكا ودي حاجة يعني لو انت مش واخذ على الجو البرودكشن بروفيشنال بتكون صعب عليك في البداية فدي اللي انا شايفها شوية مختلفة عن التوقعات ان انت بتبقى فاكر ان انت هتستمتع ويعني خلينا اقول كلمة انت ممكن تكون متخيل انك هتلعب بس هو في الحقيقة لا مازالت وظيفة ومازال فيها ضغط ومازال فيها ممكن انك تشتغل تحس انت بالروتين شوية وتحس ان انت مضغوط فده يمكن اللي ممكن يكون مختلف لكن في حتة المكان العمل وطبيعة العمل والناس ازاي بتتتعامل مع بعض فلا اعتقد ان اللي انت ممكن تكون متوقعه هيحصل لان بس برضو دي بتختلف من تجربة لتجربة انا ممكن يا اكبر بتكلم على الستوديوهات اللي انا اشتغلت فيها في لندن لا هي اماكن كويسة جدا اماكن نظيفة جدا بيتعاملوا معك بطريقة ادمية جدا مديرك في العمل بيتعامل معاك يعني عمره ما بيتكلم معك بطريقة ان هو اعلى منك انت زيك زي مديرك بتتعاملوا الطريقة محترمة جدا مع بعض في تسهيلات كبيرة جدا بيتعاملوا معاك انك ارتست مش 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 بيتعامل معاك ان هو بيديك واجب وانت بتعمله لا يعني بيتكلم معاك بطريقة ادمية كل الحاجات اللي انت ممكن تتوقعها انك تشتغل في شركة افلان كبيرة من الجزء ده او من الناحية دي دي حقيقة لكن ان انت تبقى بتلعب وبتنحط جوازي براش والكلام يعني انا بساعات بيجي عليا اوقات ممكن اقضي شهرين كاملين تاريما ما بيشتغلش بايدي انا بس بتأكد ان في شوت معينة بتتزبط بترية معينة وان هي دخلت جوال بايبلاين ولا لا واحضر ميتينجز واتأكد في الميتينجز دي ان الحاجات شغلة ومظبوطة اتكلم مع سوبرويزرز فهي دي الجزء اللي ممكن يكون خارج التوقع شوائق جميل اه وش موضوع الكرانش الكرانش اكتر في الجيمز يعني الكرانش تايم دوت اه برضو مش هقدر اقول اجابة تكون صحي مية في المية بس يعني زمالي اللي شغالين في شركات جيمز اه اتكلموا معا كتير في الموضوع ده هو ان انت لما بتبقى خلاص عندك للجيم وفي اه وقت معين اه في مثلا اه زي اه زي مؤتمر او ايفنت معين هتعرضو فيه لديمو بتاع الجيم ده لازم يكون في ضغط ضغط شغل كتير جدا عشان تتأكدوا ان كل حاجة متسلمة بدون اي مشاكل فده بيبقى اسم الكرانش بيكون عندنا في الافلام شوية بس مش صعب زي الجيمز اه ممكن دايما في الافلام بنيجي في الاخر بيبقى فيه شوية ضغط يعني انا فاكر واحنا بنسلم جاستس ليج زاك شنايدر كات كنا خلاص يعني فاضل مثلا اسبوع ونسلم الفيلم وكنا لسه فيه شطات بتخلص فانا فاكر ساعتها كنت ممكن ببقى قاعد انا والسوبربايزر عملين صلح حاجات احنا الاتنين بيقدينا بسرعة جدا علشان تتسلم علشان يتعملها ريندر بالليل فممكن تتحط في الضغط دوت قبل ما تسلم فيلم بس ما بيبقاش كبير قوي زي الضغط زي الضغط اللي بيكون في مجال الجيمز اه جميل جميل فحلو لان هذا ان شاء الله الموضوع الكرانش دايما اسمع يعني اسمع فيه بالنسبة لل انا ما اسمعت فيه في الافلام صراحة دايما اسمع فيه في موضوع الجيمز فحبيت عارف ان هل هو موجود في الافلام ولا لا موجود بس النسبة بسيطة جميل طيب انت ذكرت قبل شوي شد العصبي وكيف مديرك كان جالس وراك في البداية هو ما كانتش مقصودة يعني هو سبحان الله يعني هو تحس انه كان ممكن يكون عقاب شوية من ربنا عشان انا كذبت انا كذبت قلت اه طبعا انا بشتغل بمايا واول شغل انا في مايا والهدو في ديبارتمنت قاعد ورايا بتفرج عليها وانا جوا مايا صدق ذكرتني كنت اسمع بودكاست حق راين اللي هو جيم ارت بودكاست فكان مستقبل مرة انفايرومنت ارتست من صربيا ظاهر ما اذكر بالضبط وش الكنتكس بس كان يتكلم انه في اول انترفيو له رووه موضلز وقال سأله وقال له هل تقدر تسوي موضلز هل تقدر تسوي موضلز هل تقدر تسوي موضلز هل تقدر تسوي موضلز به هل الجودة بس في النهاية حصل الشغل ويعني وذاكر زين وتعب على نفسه ليه ما قدر يوصل لجودة اللي هم يا بواهم يا دي دي اسلوب من اساليب انك تتعلم حاجة انك تحط نفسك تحت ضغط هي نفس فكرة انك تهدف نفسك في البحر عشان تتعلم انك تعب بالضبط يعني هو بس هالفكرة انه هو مش بيشتغل طول الوقت يعني الساعة ممكن ما يشتغلش وتغرق فلازم تكون انت عندك ثقاف نفسك انك هتقدر تعمل كده وبرضو تكون يعني تكون بتكدب بطريقة عقلانية شوية يعني مثلا انا كانت كدبي مش ان انا واخد موضل بتاع حد تاني وقلت ان انا عامله ساعتها هكون فعلا بكدب لكن انا كان كدبي ان انا استخدمت برنامج تاني بس هقدر اتعلم البرنامج دوت وطلع نفس النتيجة فعلا السؤال بسألك احين بالنسبة للشعور القلق والاحباط وانت تعلم دعني اعطيك بالنسبة لها انا جربت جربت الكاراكتر وجربت الانفايرومنت الكاراكتر بالنسبة لي كان احس يبي له صبر صبر طويل وكان دائما يجي لي فروستريشن احباط وان مثلا الوجه مراضي يتزبط ومن هالكلام ففي رحلتك انت موضوع القلق انك هل حسيت مرة انك ما بتوصل او ان الموضوع صعب عليك او انك جاك شعور انك خلاص تترك 3D على قولتنا ابوها ولا جاوبة اكيد اكيد على فكرة يعني على غاية اللحظة اللي انا فيها دي ساعات بابدأ بروجيكت ممكن واحس ان انا في وسط البروجيكت مش هقدر ان انا خلصه هو دايما بيكون في اي شغل انت هتعمله في حياتك بيكون دايما في نقطة اللي انا بحسها ال 65% او ال 75% اللي انت بتوصل لها وبتبقى صعب قوي لو انت فضلت تعافر وتضغط على نفسك لغاية تما تعدي النقطة ديت هتوصل لان انت تقدر تعديها الفكرة كلها في ان انت تستسلم قبل ما تحاول تعافر معاها الطبيعي اللي بيحصل للناس ان هم بيعافروا مرة ويحبطوا ويبطل بعدين يعافروا تاني ويحبطوا ويبطل مع كل معافرة انت بتعافرها انت بتعلى شوية في النسبة يعني انت وقفت في اول مرة عن 60% ثاني مرة بتقف عن 70% ثلاث مرة عن 75% وهو هي تما تبدأ تيجي معاك اول ما بتبدأ انك تطلع شغلة حيث ان انت فعلا فخور بي ومبسوط بي وما كنش متخيل انك في يوم الايام تعمل شغلة ده تبدأ تبني عندك الثقة في نفسك ان تقدر تعمل ده مرة واثنين وثلاثة والغريب انك مع كل مرة لازم هيكون عندك الاحباط دوت في النص فلازم تتعامل دايما مع اي حاجة يكون فيها كريتيفتي ان في جزء منها لازم تحله بالروتين تمام؟ عشان اوضح النظرية ديت يعني مثلا انا بعمل حاجة فيها كريتيفتي زي ان انا مثلا اكون بنحط وش معين مثلا فانا مستني الوحي يجي لي علشان اقدر ان انا اطلع النتيجة اللي انا لا لا ما فيش الكلام ده لو فضلت اعمل كده انا مش هشتغل خلص لازم يبقى فيه روتين لازم انا كل يوم هشتغل عليها ساعتين لغاية ما تيجي ويبقى عارف ان انا الساعتين بتوع النهاردة ممكن يعد وانا ما عملش اي حاجة واجي تاني يوم اقعد ساعتين تاني عليها ثلاث يوم اقعد تاني ساعتين هي مش هتغل كده فلازم نكون عارفين ان حتى الحاجة اللي فيها جزء يكون مثلا فيه كريتيفتي او جزء يكون فيه مثلا حاجة مش روتينية لازم برضو نحلها بالروتين لازم تضغط شوية على نفسك لازم تضغط شوية على نفسك فدي الطريقة اللي انا كنت بحل بها مشاكلي دايما لما بيجي لي احباط من حاجة ان انا حاول ان انا ادوس على نفسي لغاية اما اطلع نتيجة شكلها كويس ودايما ما تبصش على شغل غيرك دايما بص على شغلك انت وشوف انت شغلك اللي انت طلعته النهاردة احسن من مبارح ولا لأ ولو انت عملت مع نفسك بالطريقة دي هتشوف ان انت بتتطور من يوم عن التاني لكن للأسف احنا مشكلتنا ان احنا ممكن ندخل على ونشوف شغل فنان تاني يكون مسلا بقاله عشرين سنة بيعمل الحاجة دايات وانا بقالي خمس شهور او بقالي سنة بعمل الحاجة دايات واشوف شغلي اللي انا عملته النهاردة واشوف شغل واقول انا مستحيل ان انا بقى زيه في يوم من الايام مع ان انا لو مبصتش بالطريقة ديت وشوفت شغلي النهاردة وشوفت شغلي انا مبارح او شغلي انا من شهر فات هتحمس جدا وعرف ان انا بتعلم فدي دي بالنسبة لي احسن نصيحة في ان انت تعدي مرحلة الاحباط قارن شغلك بتاع النهاردة بشغلك من قبل كده ودايما حط الجزء الروتيني انك لازم كل يوم تشتغل مش مهم النتيجة اللي تطلع المهم انك اشتغلت النهاردة فعلا هل عندك روتين للبراكتس ده برضو جزء انا عانيت منه كتير قوي زمان ان انت تقعد تعمل جدول لنفسك وتتحمس جدا ايو انا هعمل الجدول ده وهيبقى فيه ثلاث ساعات هزاكر كزا وخمس ساعات هزاكر كزا وثلاث ساعات هزاكر كزا وبعدين او ما تيجي تزاكر تلاقي نفسك اذا انا مش في الموت خلص ان انا زاكر او تزاكر الحاجة ديت وتحبط بعد خمس دقائق او عشرة دقائق وما تكملش اصلا الجدول انا لقيت نفسي ان انا ببزل مجهود اكتر ووقت اكتر في ان انا عمل الجداول على ان انا زاكر فبقيت تقريبا جات علي مثلا اعتقد ممكن يكون خمس شهور من حياتي عدوا ان انا بعمل جداول بعمل لنفسي كل يوم جدول بس لا جدول المراتي هيشتغل اكيد جدول بتاع المرة الفاته وطبعا مفيش اي جدول منهم بيشتغل فاللي انا توصلت له بعد كده انك تشتغل انك ابدأ واشتغل في البروجيكت دوت ما تقعدش تحط النفس الجدول انك هتزاكر حاجة فلان ايه وانت بتشتغل في البروجيكت دوت كل مشكلة تواجهك زاكر حل المشكلة ديت يعني مثلا بدل ما تعمل لنفسك جدول ان انت هتزاكر تشريح ابدأ اعمل كاركتر تمام? وانت بتعمل كاركتر الضراع شكله مش مزبوط معك تروح تذاكر التشريح بتاع الدراع لوقتي ما تظبط دراع الكاركتر تمام? فانت كده بدأت في شغل واردي بتبني البرتفوليو بتاعك واردي بتكتسق خبرة بان ان انت بتشتغل وفي نفس الوقت انت بتذاكر الحاجة اللي انت كنت ممكن تعمل لها جدول وتذاكرها بلا هدر لا انت دلوقتي بتذاكرها بهدف بتطبق المذاكرة بتاعتك وكمان يعني استفدت ان انت مش بس ذكرتها وهتنسها كمان يومين لا انت قريدي طبقتها في البروجيكت جميل جميل هذه واحد من الشغلات اللي انا فعلا اعاني منها موضوع الجداول كلنا مرينا بالمرحلة ديت في حياتي فعلا انت في النهاية وصلت إلى مرحلة اللي قدت خلاص اشتغل الشغل هو اللي يساوي النتائج في النهاية بالزبط طيب بالنسبة للشغل وهذا من ملاحظة شخصية شوف عندنا في 3D بشكل عام فيه على الاقل هذا مسمى اللي انا عطيت هي وباء التوتوريالز من اللي شفت طبعا انا اذكر من قبل حطيت في ردة كنت اسأل الناس واشوف كيف يفكرون في الموضوع ناس كثيرة عالقة في دوامة التوتوريالز من شهر التوتوريال ثاني ثالثة شهر خمس توتوريالز يطلع بعمال كويسة بعدين لما هو يروح يساوي عمل لحاله يطلع ما في اسوأ منه فهل مريت في شغلة زي كذا؟ انا بالنسبة لي التوتوريال بشوفه ان انت بتشوف استخدام الشخص دوت لسوفتوير معين وبتعرف هو بيستخدمه ازاي لكن مش اكتر من كده يعني انا لو همشي مع التوتوريال واعمل شول مبدئيا انا ضد تماما فكرة انك تقلت بالزبط اللي بيحصل في التوتوريال يعني مثلا توتوريال بيعمل طيارة مثلا انا مش هعمل نفس موديل الطيارة ونفس شكل الطيارة بالزبط اللي في التوتوريال دوت لو انا عايز اذكر التوتوريال ده فعلا اعمل التوتوريال دوت مثلا وهو بيعمل يا اما طيارة يكون موديل تاني يا اما اعملها في حاجة مختلفة تماما مثلا عربية مثلا سيارة ان انا استخدمت مختلف ده في حد زي تساعدني ان انا افهم هو بيستخدم السوفتوير ازاي وبيستخدم التكنيكز بتاعته ازاي في ان هو يطلع البرودكت وده المهم بالنسبة لي مش مهم ان انا قلده بالزبط هو مهم ان انا اتعلم الطريقة اللي هو بيستخدمه جميل فدي اول نقطة بالنسبة لموضوع التوتوريال تاني نقطة هي ان انت لازم يعني بعد فترة تحاول انك ما تعتمدش على التوتوريال نرجع تاني النفس القاسة اللي انا كنت بقولهاك انك تبدأ برويكت وانت شغال في البرودكت ترجع تذاكر الحاجة اللي بتقى في قصدك يعني مثلا انا ممكن اكون مثلا ممكن يكون انا مثلا هفتح دلوقتي للشغل اللي هو الورك ده اللي انا كنت عامله تمام في الورك ده مثلا دي كان اول مرة في حياتي استخدم سبسنس بينتر واستخدمت سبسنس بينتر في ان انا اعمل التكشورين بتاع كل حاجات داية فالفكرة ان انا تعلمت ازاي مثلا ان انا استخدمه هو ان انا كنت بعمل البروجيكت دوت وانا شغال فيه رجعت زكيرت سبسنس بينتر علشان اعمل تكشورينج للحاجات ديت للاكسيسوريز تمام ما ذكرتش سبسنس بينتر لموضة شهرين واعدت اقل للتوتوريالات علشان ابقى اعارف سبسنس بينتر لا بدأت البروجيكت وانا جوالبروجيكت اعرفت ان انا احتاج استخدم سبسنس بينتر في الحاجة ديت واستخدمتو الحاجة ديت بس دي وقت نظري بالنسبة للتوتوريالات لا اتفق معاك تماما انا طبعا هذا اعتراف انا سميه اعتراف شنيع يعني نزلت مقطع عليه في اليوتيوب من قبل انه كنت مدمن توتوريالات كنت مدمن لدرجة ما تتخيلها يعني صرفت عليها فلوس يعني تكلم ان شهريت تقريبا ما يقارب ما يقارب الناس الرقم ضبط تقريبا مائتين وعشر توتوريالات تقريبا فتنتخيل قدوين دفعت عليها في النهاية في النهاية شاهدت عدد ضخم جدا بس في النهاية ما استفت الا لما انا اشتغلت في البروجيكت الخاصة بالضبط بالضبط طيب بالنسبة للتشريح سؤال ممكن يكون شوي معقد كيف واحد ممكن يدرس تشريح وترجم التشريح الى النحت مبدايا برضا انا فتحت البروجيكت انا كنت اشتغلت عليه علشان اذاكر تشريح جميل فعلشان اذاكر تشريح ويبقى الموضوع يعني فون شوية عملت شخصية مثلا انا حاببها ودرست التشريح عليها بالنسبة لي قبل ما اتكلم عن التشريح لازم الناس بس تبقى فهمة لو انت هتشتغل او اي حاجة لها علاقة بالاورجانيك مودلينج او يعني انك تبقى مليك علاقة بالاشياء الحية عامتا التشريح ده بالضبط زي الحروف الابجدية بالنسبة لك زي الابي سيز ده دي الحروف والاساسات اللي هتعلمك بعد كده ازاي انك تتكلم انت مش هتقدر ابدا ابدا تعمل بني ادم او تعمل حيوان او تعمل وش او تعمل اي حاجة حية من غير ما تكون فاهم اساسيات التشريح تمام؟ جميل فلازم نبقى معترفين ان انت ما ينفعش تكون مش فاهم تشريح وتشتغل في المجال ده فالتشريح مهم جدا جدا في النقطة دي بالنسبة لان انت ازاي تذاكر التشريح متعقدش الامور على نفسك مبدئيا زاكر طبعا زي ما قلنا التشريح السطحي اللي هو العضلات اللي انا عايز اشوفها على على الفورم بتاع الكاراكتر اللي انا بنحطه تمام؟ جميل مفيد انك تذاكرها بالاسامي اللاتينية بس مش مهم يعني انا عارف ان الاسامي صعبة جدا وانك تقعد بقى ازاي كبقى ستيرون كلايد ومستويد وبيكتراليس ميرر وبيكتراليس ماينر والكلام ده كله ممكن يكون صعب ومعقد هو هتفيدك بان انت بعد كده تبقى قادر تتواصل يعني مثلا لو انا بتكلم مع حد من الريجينج ديبارتمنت في الشو فبنتكلم مع بعض اللي هو لا انا مش شايف بتاعه ازاي كده انا حاسس ان بتاعته قصيرة المفروض تكون وصلة مثلا عند نص وتعطي نص وتعطي تتكلم بالطريقة دي هيبقى فيه ما بينك وبينه هتفهموا بعض هتبقى عارفين تتواصلوا مع بعض هي مفيدة في النقطة دي لكن الاهم انك تبقى عارف شكلها وان ازاي يكون شكلها صح وتكون موجودة بطريقة مظبوطة بس فما تعقدش برضو الامور على نفسك وتعطي تحفظ وتذاكر وبالذات بقى ان فيه يعني لاند ماركس معينة بتكون اساميها معقدة جدا وصعبة جدا فلو حتى دي حاجة واقفة اصادك تذاكر بس بالشكل المهم الشكل يكون مظبوط وحجمها ومكانها يكون موجود مظبوط الجزء الثاني هو ان انت تقسم الشغل يعني ما تذاكرش التشريح ما تقولش انا هذاكر الجسم كله مرة واحدة زاكر جزء جزء وحاول انك تطبق على الجزء ده يعني مثلا زاكر الدراع الاول زاكر عضلات الصدر وعضلات البطن بعدين زاكر عضلات الظهر بعدين ومع كل مذاكرة في كل حاجة حاول انك تعمل تطبيق للي انت زاكرته ده مرة واثنين وثلاثة وعشرة يعني مثلا كنت ممكن اذاكر التورسو من غير الدراع حتى يعني التورسو كبس عضلات صدر وبطن وضهر وبعد ما اذاكره كويس جدا وذاكره من الكتب وذاكره من فيديوهات وتوتوريالز وكل حاجة اقعد ان انا مع نفسي جوا زي براش من الجر ما بص على اي ريفرنس انحتها مرة واثنين وثلاثة وعشرة لغاية ما تثبت في دماجي وبعارف شكلها عاملت ازاي وكل مرة انحتها ارجع اشوف ريفرنسز وتأكد انها ناحية كل حاجة في مكانها مظبوط فدي الطريقة اللي انت تقدر تذاكر بها التشريح ومشكلة التشريح برضو ان انت لازم دايما بيتنسي مع الوقت لازم دايما تراجع لازم انا دايما كل سنة على الاقل بيجي علي فترة باخد شهر مثلا او شهرين بذاكر تاني تشريح بعيد كل اللي انا كنت مذاكره وارجع تاني وبلاقي نفس الناس حاجات كتيرة مهمة فدي حاجة مهمة جدا التشريح لا غنعا يعني زي ما قلت لو انت هتشتغل في المجال ده لو انت هتشتغل في الانفيرومنت ماشي مش لازم تبقى مذاكر تشريح لكن لو انت هتشتغل او اي حاجة ليه علاقة بجائنات حية لازم لازم التشريح ده مهم جدا جميل طيب في ناس كثير كان عندهم فضول ومنهم انه طبعا اهم الاعمال اللي اشتغلت عليها انت وكان لك دور كبير فيها طيب مبدئيا انا زي ما قلتلك انا اشتغلت في كزا مجال اشتغلت في الافلام اشتغلت في الاعلانات وبرضو ساعات باشتغل يعني حتى اول شركة اشتغلت فيها في المانيا ما كانتش ولا افلام ولا اعلانات كانت في الـ اللي هو انت تعمل لستاتيز او اكشن فيجرز وتتباع بعد كده للناس اللي بتجمع وما زلت بشتغل مع شركة اسمها ومع كذا شركة تاني بس كفريلانس على جنب جنب الشغل الفول تايم بتاعي دلوقتي في المجال بتاع الكلاك دلوقتي تمام تمام اللي انا عايز اقوله ان لو انا شغال في افلام ودي حاجة ممكن الناس كتير تكون جاوبة نفس يعني ممكن الناس تكون بيتشوف مثلا فولان الفلاني اشتغل على فيلم اا اا اينجيرز مثلا كان الجزء تمام بيتخيلوا ان هو ممكن يكون من يعني من الارتست المهمين جدا اللي بغيروا في شكل الفيلم وان الفيلم ده ما كانش هيطلع من جير الفن ان ده ما اشتغل عليه ودي للأسف مش الحقيقة لان انت لو شفت بالذات في البلوكباسترز الافلام الكبيرة بيشتغل في استوديوهات كتير جدا وكل استوديو بيشتغل فيه ممكن يوصل لدركة انه الف ارتست من الاستوديو ده تشتغل تمام جميل فعدد الناس ديت انت لو حسبتهم في الاخر انت لو بتتفرج على فيلم وشفت الكريديتز في الاخر انت عدد رهيب وده عدد الناس اللي سمحوا ان اسمهم ينزل في الكريديتز لان بيديك المت معين مثلا انت شركة الفلانية انت ليك ربعمية اسم بس ليك ميتين اسم ليك ميت اسم ما يفعلش تكتب اسمية اكتر من كده تمام فبتلاقي نفسك في الاخر الفيلم العدد الفيلم اللي اشتغلوا في الفيلم ده عشان الفيلم ده يطلع على الاقل الف ارتست تمام فصحب جدا ان احنا نقول ان في ارتست كان دوره مهم او مؤثر ده بالنسبة للافلاب تمام فانا ما قضرش اقوللك على اي فيلم لان اشتغلت عليه ان انا كنضل kamera وما قضرش اقول ان ان اي ارتست و اكبر دلل علي كده ان دايمن من اللي بيروح ياخد الاوزكار في الاخر استمام او Visual Effects Artist او جميل Visual Effects Supervisor تمام؟ جميل Visual Effects Supervisor ده يعتبر يعني انا مثلا كارتس خلينا نعتبر انا كمسائل انا Senior Artist تمام؟ في فوق اي Lead Artist في فوق ال Lead Supervisor في فوق ال Supervisor Head of Department في فوق ال Head of Department CG Supervisor في فوق ال CG Supervisor VFX Supervisor تمام؟ تمام؟ فانت شايف في الهيراركي ماشي ازاي؟ فال Visual Effects Supervisor ده اللي في الآخر ده بيبقى فيه تحته literally الاف الناس شغالة تحته في الآخر لما بيجي ودي الأوسكار للاحظ بيروح Visual Effects Supervisor هو اللي يستلم الأوسكار تمام؟ تمام وبرضه حتى Visual Effects Supervisor لما بتيجي تشوف الأوسكار بتلاقي مثلا خمسة ستة هؤمن رايحين ياخدوا الأوسكار يعني خمس ست Visual Effects Supervisor شغالين في شركة الأفلام ده أو على الفيلم ده فعشان كده صعب جدا انك تقول ان فنان دوره مؤثر في فيلم دي أول نقطة ممكن اتكلم في الإعلانات أو في التريلرز أو في السينيماتيكس ساعتها ممكن اقول ان انا كان دوري مؤثر يعني مثلا الإعلان ده اللي هو بتاع إيلتون جون ده كان إعلان سلسات محلات مشهورة هنا اسمها جون لويس بيعملوا دايما إعلان في الكريسمس الناس في بريطانيا بتستناها بيبقى مهم جدا وبيتبسطوا جدا بيه وبيكون حاجة يعني البلد كلها بتتكلم عنها في فترة الكريسمس فأنا كانت جات لي الفرصة ان انا اشتغل مع شركة اسمها MPC برضو في لندن بتعمل إعلانات واشتغلنا في الإعلان دوت وأنا كنت أنا المسؤول عن ان انا اعمل إيلتون جون ده طبعا دلوقتي حد جدير في السن يعني تعريبا متهيقلي معد الستين سنة فاحنا كنا عايزين نجيب شكله في مراحل عمره المختلفة من وهو صغير لغاية ما كابل فبقينا نعمل له كذا موديل زي ديجيتل دابل لكل مرحلة عمرية كان هو فيها فدي كانت مسئوليتي أنا فساعتها أنا ممكن اقول لك في إعلان زي ده أنا كان ماشي كان دوري مهم لأن من غيري أنا مثلا كان صعب ان هما يعملوا إيلتون جون الديجيتل دابل دابل جميل فممكن اقول لك في إعلان أو في ده مثلا التريلر بتاع كثير كثير سألوني على موضوع ده المبدأ أنا بس عايز اوضح للناس عشان دي حاجة مهمة اجد أنا ما عملتش الكاركتر اللي في الجيم أنا عملت الكاركتر اللي هو النسخة منه لأن طبعا الكاركتر الجيم بيكون بيكون لامتد شوية لأنه هيتحط في الآخر في الانجين بتاع الجيم لكن احنا كنا بنعمل تريلر هيبقى 4K فلازم يكون فيه تفاصيل اكتر لازم يكون جاهز لأنه يتحط في بتاع الإعلان نفسه أو بتاع السينماتيكس فبيبقى ليه متطلبات مختلفة بتكون مختلفة تماما عن أنه يبقى جيم أست فأنا عملت الكاركتر دوت للإعلان للتريلر للسينماتيكس بتاعت الإعلان بس وكنت مسؤول عن الكاركتر عن الجسم والوش الهدوم حتى الفيس شاب التي كانت بتعملها جميل فده برضو ممكن أقول لك ماشي ساعتها أقول إن دوري مؤثر لأن أنا كأرتست اشتغلت على مهم لكن في الأفلام أنا عايز أقول لك ممكن أكون أنا اشتغلت على مثلا على فينوم وكن مش لوحدي أنا اللي اشتغلت على فينوم أنا وخمسة ستة تانيين من كل شركة اشتغلت في خمسة ستة تانيين اشتغلوا عليه لأن في كذا شركة بيبقى عندهم النسخة بتاعتهم بالشطات اللي هما بيطلعوها تمام وبيبقى ليهم النسخة هما عاملينها بتاعتهم هما فالناس كتير جدا بتشتغل على الأسد مش واحد بس وحتى لو أنا مثلا لو اشتغلت على جدا إن أنا قول إن أنا دوري كان مؤثر جدا في الفيلم عشان كتا دايما في الأفلام أنا حتى يعني ما بحبش إنت لو شفت الارسيش متاعي كله مش هتلاقيني حاطة أفلام لأن بحس إن هي مش عايز أقول كلمة وحشة بس بحس إن هو ممكن يكون كأنك بتضحك على الناس لما تقول إن أنا عملت يعني عملت في الفيلم ده وبتدي أحق للناس إن عملت حاجات مهمة كتير بس هو في الحقيقة بتبقى ناس كتير وتيم كبير تشتغل عشان يطلعوا الحاجة دي مع بعض جميل صراحة ما كنت متخيل هالعدل الضخم من الناس اللي يشتغلون ضخم جدا عايز أقول لك احنا بنبقى مثلا عاديين بنتفرج على ونشوف مثلا حد عامل الكاركتر مثلا إن هو عمل في فيلم اشتغلت في الفيلم عملت الكاركتر ده نحن يعني بنضحك لأن احنا عارفين إن الكاركتر ده فيه كذا شركة اشتغلت فيه وفي كذا اشتغلوا على الاسد ديت لهد دارت أكثر من شركة واكثر من الشخص يشتغلون على الكاركتر وعلى عس الموضوع بالضبط بالذات في مثلا في افلام مارفل يعني في افلام مارفل انت بيبقى عندك الكاركتر ممكن فيه ساعات بيكون شركة واحدة بس اللي واخد الكاركتر كله وفيه ساعات بيكون كذا شركة عاملين كل شركة عامل النسخة من الكاركتر اللي لان كل شركة بيبقى لها البايبلاين بتاعها والمتطلبات بتاعة شغلها اللي بتختلف من شركة تانية يعني ممكن مثلا انا اعمل ثانوس بس يكون بتاعه واليوفيز بتاعته ماشية مع البايبلاين بتاع الشركة بتاعتها انا تمام لو انا وديته لشركة تانية هما بيستخدموا يوفيز مختلف او بيستخدموا توبولوجي مختلف فما يمشيش معاهم فهما بياخدوه كريفرنس وبيعملوا النسخة بتاعتهم هم تمام فساعتها انت ممكن تقول انا عملت ثانوس والشخص اللي في الشركة التانية يقول انا عملت ثانوس صح صحيح فقال وفي الاخر ولا انت ولا هو اللي عمله هو وفي concept artist وانت اخدتها وعملت منها الموديل يعني وبرضو ممكن ما يبقاش يعني ممكن في الاخر الـ 3D concept artist يقول انا اللي عملت ثانوس فيطلع لأ ده كان فيه 2D concept artist الاول هو اللي عمل الدزاين بتاع الكاركتر فالموضوع اللوب فظيعة جدا ما حفيش من قدم يقدر يقول ان انا اللي عملت الاسد الا في حالات نادرة جدا اللي بيكون فعلا الفيلم مثلا ممكن يكون مش فيلم كبير جدا فيلم صغير ففعلا انت عملت الاسد من اول الاخرة او ممكن يكون الشركة تفرغت لمدة 4-5 سنين عشان تعمل الفيلم ده فما حدش بره الشركة اشتغل على الفيلم ده وساعاتها ممكن تقول ان بالنسبة لمشروع مثلا زي The Last of Us Cinematic Trailer لو تعطيني كيف يكلمونك مثلا Naughty Dog تكلم مثلا شركتكم بعد شركتكم تختار او كيف بالضبط كيف يوصل لك انت العمل موضوع كان صعب جدا لان احنا كنا بناخد تعليمات من بس من Naughty Dog كان من Naughty Dog ومن Sony لان احنا كنا بنعمل الاعلان باسم Sony يعني وفي الاخر كان PlayStation فاحنا كنا شغالين مع Naughty Dog وشغالين مع Sony وطبعا هما اللي يدونا احنا لازم نسمع لهم يعني هما صحاب الشغل فكان ممكن نبقى بنشتغل انا ممكن اطلع حاجة في الموديل واشتغل وطلع الموديل بشكل معين بعدين لازم ابعت ل Naughty Dog توافق وبعدين بعدما Naughty Dog توافق لازم نبعث لسوني عشان يوافقه فكان الموضوع اه كان في شوية روتينية وكل شركة بتحاول لان مثلا شركة زي Naughty Dog تعتبر زي بنتهم إلي فهم عايزين هتطلع بشكل معين ما تقدرش انك تاخد الحاجة بتاعتهم تباوزة فكان لازم بنعد على مراحل كبيرة جدا من ان احنا ناخد موافقات وانحنا نطلع الحاجة بكذا شكل وندي هم وهم يختار وشكل معين نمش فيه فكان الموضوع صعب شوية في الجزء ده فعلا بس هل السؤال غريق هل تحس بمسؤولية انك بتسوي شخصية او بتنحط شخصية تقريبا اكثر الجيمرز يستنون هل تريلر هذا وش كون شعور اكيد ترجع تاني للنقطة بتاعت ان انت مع الوقت تبدأ ان تتعامل مع الشغل كشغل ممكن لو كنت في بداية مثلا لو كان ده شغل من ضمن الحاجة لانا عادتها في بدايتي كنت بقى مثلا متحمس جدا ومفصول جدا بكل لحظة عن الشغال بس مع الوقت انت بتبدأ تتعامل مع ان هو شغل يعني فهم يعني طبعا كنت متحمس لان انا بعمل حاجة زي كده بس في الاخر انت بتيجي تقعد تصح الموديل تحاول تشتغل على النوتس اللي جاءت لك من سوني وتحاول تصلح لحاجات تحاول تخلي حاجات شكلها كويس فممكن يكون مثلا الجيمر اللي جوا او الشخص هو مثلا كوبيسي وهو عنده عشرين سنة كان مبسوط جدا بس الحقيقي ان انا كنت بتعامل معاك شغلة الاخر برضو جميل جميل معلش انا عارف ان ايجاب ممكن تحبت ناس بس لا ابدا انا 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 متأقن تماما من هالشي انه في البداية يكون حماس بعدين صير انا ما زلت بعمل حاجة انا بحبها ما زلت بعمل حاجة يعني انا لو مش باخد فلوس هعملها مع نفسي في وقت الفراغ بتاعي فانا مبسوط جدا ان انا ما زلت بعمل حاجة زي كده ومش بس كده انا كمان باخد فلوس مقابل ده فطبعا حاجة جميلة اي بس اقصدوا ان انا مكنتش متحمس او يعني ان انا كل يوم بقى اللي هو بس حافر حنقب ان انا رايح الشغلة ده بس اقظيم الايجابة جميل طيب خلنا بسألك اخر سؤال قبل لا اروح لا اسئلة المتابعي مراحتك تمام فيه شغلة مهمة جدا ممكن وشفت ناس كثير يتكلم عنها موضوع التوازن بين الحياة العملية والحياة الشخصية سواء كان من ناحية الصحة الجسدية والنفسية والعائلة ومن هالكرام ف بالنسب لك كيف تشوف هالتوازن هذا بين العمل خاصة العمل اللي احنا فيه تحتاج انك حتى ترجع البيت بالله احيانا وتشتغل على البروتفوليو مالك عشان الوظيفة مالك ما هي مضمونة يعني ممكن في اي وقت ممكن تطلع منها أو شي زي كده فكيف ممكن توجد هالتوازن هالا دي حقيقة ودي مشكلة معظم الناس فينا بتعاني منها ان انت دايما بتحاول انك انا بحس لو انت مستويك مش كويس ممكن النادي الكبير ده يبيعك للنادي اصغر او انك ما تلاقيش مكان في النادي الكبير اللي انت بتلعب فيه بالذات لو انت شغال في شركة كبيرة ممكن يكون عدد الفنانين اللي فيها يعني مثلا انا في الناس الاساسيين اللي شغالين فيها ممكن نكون خمسة تمام يعني احنا خمسة بس الاساسيين طبعا كل ما بيكون عندنا افلام او مشاريع كتيرة بنعمل حاجة اسمها كروينجاب ان احنا بنجيب ناس تشتغل بعقد اللي في خطرها معانا لغة ما نخلص الموديلز اللي مطلوبة مننا في الفيلم ده بس في الاساس اللي بيفضل موجود في الشركة هما الخمسة دولت فالخمسة اللي في التيم دولت والشركة دي ناس كتير من العالم مهتمية اللي هتشتغل في الشركة ديت فانت عشان تحافظ على مكانك من ضمن التيم اللي هما الخمسة انت لازم دايما تثبت انك قد المسئولية وانك يقدروا يعتمدوا عليك لما يكون في فيلم كبير جاي فده بيحطك تحت ضغط ان انت دايما بتحاول حتى جنب الشغل انك تحافظ على مستوك جميل فده بيأثر شوية في حتة البانس زي ما تكن تتكلم انك تعيش حياتك وانك تبقى مركز شغلك وبتذاكر عشان كده انا بنصح اي حد ان لو انت عايز تشتغل في المجال دوت لازم تكون بتحب الشغل فيه انا مثلا ممكن بعد الشغل قعد انا حتى زي ما اعمل كده انا مش بضغط على نفسي انا مش محتاج الفلوس بتاعة الفري لانس ولا محتاج يعني الحياة ماشية كويس بس انا بعمل كده عشان انا بحاول احافظ على المستوى وبستمتع وانا بنحط وفي نفس الوقت يعني بحاول ان انا بقى دايما اعرف ايه بيحصل حوالي جميل بس فلازم تكون فعلا بتحب المجال ده لان انا مش هقدر اقول حاجة ان لا ده الحياة جميلة جدا وان تشتغل الصبح وبعدين بالليل تعمل كل نفسك فيه اعتقد انك علشان تحافظ دايما على مستوى ك وتفضل دايما مطلوب وتفضل دايما حاسس بامان في مكانك وفي شغلك وبتتطور ما بترقعش الورا لازم تكون دايما في حالة مذاكرة وفي حالة استمرارية في التطور من المستوى جميل طيب انت ذكرت شغلة وجبت لي سؤال مالي بعد ثاني ها تفضل هذه شغلة طبعا انا افكر فيها حاليا وتوقع كثير من الناس اللي عندنا او حتى يمكن اللي يسمعوني عندهم نفس الشغلة هذه الناحية المالية طيب هذه يعني في شغلة صارت اليوم طبعا ما قدر اقولها حين في البوركاست بس خلتني افكر بشكل جدي في الموضوع المالي ان طبعا اول بوركاست سويت مع واحد اسمه ماجد العجمي هو شغال في كندا طيب كنت تكلم عن من ناحية المادية انه فعلا الواحد يعني بالنسبة لي انا اشغاله في مساج في حاليا لما اطلع واروح مثلا الستيديو بادخل كمثلا جونيور ارتست فبتأثر من ناحية مالية طيب الشيء اللي افكر اول شي اقول لي كيف الرواتب بالنسبة مثلا الجونيور السينيور من هالكلام انا انا مش حدر اقول لك ارقام معينة لان الموضوع بيختلف تماما يعني لو انت مثلا سينيور ارتست او لو انت هو صعب تبقى ميد ارتست وممايز جدا بس لو انت مثلا سينيور ارتست وشاطر جدا ممكن تكون بتاخد مرتب قد مرتب سوبرفايزر بس عشان هو محتاجك كسينيور ارتست لان انت لو سوبرفايزر مش هتشتغل بيدك لكن انت سينيور ارتست بتشتغل بيدك وبتطلع النتيجة اللي هم عايزينها فعشان انت شاطر جدا ومستواك كويس وبتشتغل بيدك وبتطلع لهم طلبينه ممكن تكون مجرد سينيور ارتست ولا انت lead ارتست ولا انت سوبرفايزر وبكون بتاخد نفس مرتب سوبرفايزر او lead ارتست فالموضوع يعني نسبي جدا ماينفعش ان اقول لك رقم عشرة للجونير عشرين للميد تلاتين للسونيق ماينفعش ان اقول لك كده بيختلف تماما ده اول نقطة ثاني نقطة بيختلف من المكان اللي انت فيه يعني المرتبات في كندا اعلى بكتير من المرتبات في بريطانيا بس ده السببب ان التالنت في كندا قليلة جدا انك تلاقي تالنت وتلاقي حد شاطر في كندا قليلة مقابل ان فرص العامل كتير جدا لكن في بريطانيا انت تقريبا ما عندك شغل لندن تمام وفي لندن انت عدد الشركات مهما كان برضو يعني قليل لان ما زالت انت بتتكلم في مدينة في حين انك لو بتتكلم على كندا انت بتتكلم على قارة تقريبا جميل تتكلم على مدينة فيها عدد استوديوهات محدد وفي تالنت كتير جدا لان انت عندك كل اوروبا ممكن تشتغل فانت عندك تالنت بتاعت قارة بتشتغل في مدينة فعشان كما منافسة صعبة جدا والمرتبات مش كبيرة لان هو يقدر في اي لحظة يجيب اي تالنت هو نفسه فيها فالمرتبات ممكن تكون في كندا اعلى فلو حد اهتمامات اكتر في ان هو يعمل فلوس او ياخد فلوس اكتر انصحه ان هو يتجه على كندا اكتر بالذات ان برضو فرص العمل اكتر فده يخليك حتى لو انت جونيور تلاقي فرص احسن بكتير من لو انت فلان فدي النقطة تاني نقطة ان نرجع للفكرة اللي احنا كنت نتكلم فيها في اول البودكاست اي حاجة انت هتشتغل فيها هتبقى فن لازم هتدفع ضريبة الموضوع ده انت بتستمتع انت انت عندك استعداد انا بداية شغلي كنت ممكن ابعت الاستوديوهات اقول لهم انا عايز اشتغل ببلاش هم عارفين كده هم مش ناس عبيطة هم عارفين ان كل الارتست وكل الناس اللي بتخرج من كليات ارت عايزين يشتغلوا معاهم بأي طريقة عايزين يشتغلوا في افلام مارفل عايزين اشتغلوا في افلام دي سي عايزين يشتغلوا في ستار وورلز فده بيخليهم يبقى ليهم اليد العليا في الموضوع ده تمام فلما انت بيجي لك كل يوم يعني انا لو انا ريكروتر في شركة من شركات الافلام ديت انا يعني كل يوم بيجي لي ايميلات وبيجي لي ناس بتطلب من هي عايز تشغل معايا ببلاش فده يخليني ابقى عارف ان انا ممكن فهي لحظة اجيب اي حد اي حد ايقول لا المرتب ايقول اي حد امشي واجيب حد تاني يعني الموضوع بسيط جدا فده كل ساعد على ان المرتبات ما تكون ش كبيرة اول فالحل في ايديك انت الحل ان انت تحاول انك تبقى شاطر لدرجة تخليك انك تطلب اللي انت عايزه جميل فالبس انا يعني عشان برضو اخصلك الموضوع كله اللي انا تعلمت في الكام حاجة ليه علاقة بشغلك ان انت تحاول انك تعمل اللي عليه تحاول تذاكر تحاول يكون مستقل كويس تحاول توصل لليفل عالي جدا ده كله هيخليك يبقى انت عندك كروت تقدر تلعبها في وقت الكلام على المرتب فاهم ما يبقاش كل يعني ما يبقاش الابر هند بتاعتهم هما بس هما اللي عندهم كله وهم اللي بيقول لك لو عايز تشتغل تاخد كذا لأ سعيد هيكون عندك فرصة انك تتناقش معاهم وانك تقول لأ هما اللي عايزين ك جميل جميل هو كلامك يفتح لأفكار كثير انا ما عنديش مشاكل على فكرة احنا ممكن نتكلم براحتك خالص انا بس زي مولتلك يعني مش عايزين نطول علشان الناس متزهاش لكن انا عندش اي مشاكل ممكن نتكلم معادي جدا فأنت اي سؤال عندك اسأل هو انا اللي افكر في وهذا يعني طبعا بحكم ان انا شخص برا الاندستور بس وحاول ان ادخل في الاندستور اللي افكر في وهذا الشغلة دائما بالنسبة اللي انا افكر فيها قبل لا اطلع من الوظيف اللي انا فيها افكر فيها ان اوصل مستوي لمستوى مرة كويس مستوى اقدر ادخل في الاندستور بس قبل ادخل ان ابني قاعدة مثلا اسوي مثلا كورسات فيو ديمي قمرود اسوي ابني اليوتيوب مالي بمعنى ان ابني عدة عدة حق تساندني لو كانت الوظيفة راتب ما يكفي و اكون مرتاح يعني انت عارف الضغط المادي يسبب ضغط مطبيعي فهذا اللي بالنسبة لهذا اللي افكر فيه بس ما ادري هل هذا الشيء منطقي اساسا هو منطقي لان انت لو خذت بالك هتلاقي دائما معظم الناس اللي بيكون عندها حلم معين او دائما بيشتغلوا في الوقت اللي هو بعد الوظيفة اللي هما شغلينها علشان يقدروا يعيشوا هنا فدايما في القاعدة بتاعت تقريبا بيسموها من تسعة الوحدة او حاجزا كلا لو انت من الساعة تسعة بالليل الساعة واحدة او اثنين الصبح بتقعد تذاكر او تعمل الشغل اللي انت حبه بس ما بتستغناش عن الشغل اللي هو بيبقى من الصبح من الساعة تسعة لساعة خمسة للصبح لان ده الشغل اللي انت بتقدر تعيش وتاكل وتشرب وتدفع فواتيرك منه فهي نفس الفكرة اللي انت بتتكلم فيها دي انا معاك تماما فيها لان هي نفس الفكرة اللي انا قطيلك عليها في الاول ان انا اشتغلت مدرس رسمي في مدرسة علشان ابقى بعمل فلوس تخليني ابقى ما بفكرش في الماديات واقدر ان انا في الوقت الفاضي اللي بعد كده في اخر اليوم اعمل الحاجة اللي انا بحبها لغاية ما وصلت لان انا بقى عندي البرتفوليو او المستوى اللي انا وصلت له اللي يخليني قدر اعتمد على ان انا يبقى ده مصدر داخلي فاللي بس ما تخلهاش تيجي لان لالاسف في ناس كتير بتبدأ تحبط وتبدأ تستسلم بقى فيروح يخليه مكمل في الحاجة اللي هو بيعملها الصبح ويفقد الامل في ان هو يتعب اخر النهار او بالليل ان هو يشتغل على الوظيفة اللي هو نفسه صلى الله حي انت حاول فيها كمل زي ما انت حاجة سندك وحاجة تساعدك لغاية تم توصل للمستوى ان انت فعلا تقدر تعيش من المرتب اللي بتاخده من الحاجة اللي انت بتحب تعمله فعلا طيب هذي شغلة يمكن انا ما قلت لك اياها حساسا قبل بوردكاست لما كنت اسمع بوردكاست اللي سويت انت مع راين في جيم آرت بوردكاست اول ما شفت اسمك انا عرفت عمالك صح انا عبد الرحمن واحد من الناس اللي جاوب باكلمهم فقدت خلني اسمع البوردكاست كامل اشوف واشي تقول فانت قلت شغلة خلتني اوقف البوردكاست واروح ارسلك رسالة على الطول طيب لهالدرجة كانت مؤثرة بالنسبة لي انك ذكرت موضوع انك كيف ان تغير تفكيرك من انك تركز على الوظيفة الان انك تركز على اعمالك طيب فهذا الشفت في الميندسيت صعب وقوي يعني في نفس الوقت انك فعلا تركز على عمالك يعني لانك ركزت على اعمالك الشغل رح يجيك فكيف فكرت في الموضوع وكيف جي في بالك اوش السبب على اقل بس هو الفكرة زي ما انت كنت بتقول هو حاجة صعبة هو عشان حاجة صعبة مش ناس كتير هو على فكرة الموضوع ممكن يكون في دماغ كل واحد فينا بس احنا مش بنفكر فيه او مش بنعمله عشان هو صعب احنا دايما بنحاول مش احنا يعني يعني عقلك الباطن بيحاول دايما يكسل ويلاقي لك طريقة سهلة انه يقنعك بها ان انت متتعبش فعقلك الباطن بيقول لك لا انت ليه ليه تتعب وتشتغل انت مش ضامن انك هتلاقي شغل يعني لما تلاقي شغل الاول بعدين زاكر وانت في شغل ده اكيد هتتطور للمستوى كويس بس الحقيقة هي العكس ان انت المفروض تتطور للمستوى كويس فيجي لك شغل فالله انا احس ان انا بوصلت للمرحلة ان انا بيتعمال اقدم للشركات ويردوا علي ردود مقنعة جدا يعني بيردوا علي انا مش شايف البرتفوليو بتاعك مستوى يخليني اعينك وكلام واقع جدا وبرضو مش مثلا نسمع الكلمة ديت واروح اشتغل على البرتفوليو بتاعي لا اسمع الكلمة دي واروح اقدم في شركة تاني فاللي انا وصلت له بعد كده ان لا هو المفروض العكس المفروض ان انا اشتغل على نفسي واقوي من مستوى واو ما مستوى يكون كويس ويبدأ الناس تشوف شغلي ساعتها هيجي لشغل وفي نفس الوقت ده انا تعلمت حاجة مفيدة جدا نقطتين مهمين جدا اول نقطة الناس تبدأ تعرف شغلك وتعرف اسمك يعني الناس تربط شغلك باسمك لو حد شاف الشغل دوت يقول اه ده في واحد اسمه منير هو اللي عامل دوت تمام لو انت وصلت للمستوى ده ده شغله موجود كتير الناس كتير بتشاهد له انه شغله كويس خليني اتكلم معي تمام تاني نقطة الحاجة اللي هتساعدك في ان ده يحصل انك تحاول ان انت احنا دلوقتي عايشين في زمن في كمية منافسة رهيبة عدد كبير جدا من الفنانين وكل يوم طبعا في فنانين اصغر واصغر بيظهروا والسوفتوير بقى سهل جدا ان الناس تتعلموا فده كله سهل على ان الناس اللي عايزين تشتغل في المجال بعددهم كبير جدا فانت ازاي تبقى في وسط الموجة الكبيرة دي كلها هي انك تتخصص في حاجة انك بلما تقعد عشر سنين عشان تبقى جنراليست كويس ممكن تقعد سنتين ثلاثة عشان تبقى متخصص في حاجة واحدة ويكون كويس فيها جميل فانا في ساعتها قررت ان انا بحب جدا الوشوش والبرتريهات والكاراكترز حتى ايام ما كنت بشتغل 2D يعني برضو دي شوية مثلا حاجات من ايام ما كنت بشتغل 2D كنت بحب دايما ان ارسم ولون وعمل حاجات لها علاقة طالما كده يبقى انا اركز في النقطة ديت وركز في النقطة ديت وقعدت سنين ممكن مسلا سنة او سنتين مقومش حاجة كده ان انا مركز اوي في الوشوش وفي الكاراكترز بيطلع بورتريه لغاية اما بدأ الناس تعرفني وتعرف شغلي بكده الناس عرفة كوبيسي بيعمل بورتريه تمام هو عمل الحاجة دي مرة اثنين وثلاث وطلعت شكلها كويس انا بتكلم دلوقتي كريكروتر كحد بيعين حد الشرك ان انت تقدر فعلا انتصق في ان هو عدد الفولوورز وعدد اللايكز والكلام ده كله طبعا كله كلام فارغ لو احنا تكلمنا بالعقل هو كلام فارغ وحاجات بترضي غرورك مش اكتر بس الاسف هي برضو مهمة لان انا لو ريكروتر وهعين وجيت شفت عدد معين من الفولوورز او عدد معين من لايكز بزاك في مكان زي art station لان مكان زي art station كل الناس اللي عليه مركزة في art بس يعني يعني عيلتك وصحابك مش مجدين على art station عشان يعملوا لايك فانا لو انا شفت ان انا عندك عدد فولوورز كتير عندك لايكات كتير دي بعيدا عن ارضاء الغرور والناحية السطحية الجزء السطحي بتاعها في الجزء التاني المهم ان ده معناها ان ده حد ممكن نصق فيه ان انا شغال ومعاي تمام وبعدين برضو في جزء مهم جدا الناس برضو ما بتاخدش بالها منه ان انا كشركة ببقى فخور ان انا شغال عندي ناس معينة اسمقها معروفة في المجال فده بيساعدك برضو ان الشركة تشغال جميل جميل ده كل الحاجات اللي انا قلت لك دلوقتي دي خلتني افكر ان لا انا ايه اللي خليني ابعت لشركة وابضل اتحايل عليهم ان انا اشتغل لا انا ابني ده كله وساعت هيا شركة هيا اللي بتتكلم معاه وده اللي حصل بعد كده بقى يعني وصلت بعد كده المرحلة ان ممكن تكون كذا شركة هيا اللي بتبعت لي وانا ممكن اللي بختار الوفر اللي يكون مناسب لي على العكس ان انا ببعت لي كذا شركة وممكن ما يكون بيروت جميل نعم جميل ممتاز هذه واحدة من الشغلات اللي نفعل نحن بالنسبة لها تتغير في تفكيري ان ركز على شغلي وانس كل شي ثان عموما دعنا نتقل لك لأسئلة المتابعين دعنا نبدأ لك بالأسئلة القصيرة من هو الملهم الأول بالنسبة لك من ناحية الفنية السؤال ده صعب جدا لأن انا دايما اهتمامتي بتتغير من شهر لشهر تقريبا حاجة زي كده يعني بيجي عليها فترة مهتم جدا بالنحة التراديشنال بالسلصال وبالكلي وكده وبعدين يجي عليها فترة تانية أبقى مهتم جدا بالشغل والحاجات اللي هي زي بليزرد وزي رايت بعدين يجي عليها فترة تانية يبقى مهتم جدا بالبورتري وارجع ركز تانية في شغل البورتري اللي انا بعمله يجي عليها فترة تانية يبقى مهتم بالكون start و to do فصعب ان انا اقول في حد معين بيلهمني في ناس كتير جدا صعب ان انا اقول يعني ممكن انا مثلا انا اعمل فولول 558 حد على art station جميل ممكن يكون 500 دول بالنسبة لهم الملهم الاول جميل جميل طيب البرامج اللي استخدمت في خلال مشوارك برامج كتير وممكن زي ما قلتلك ممكن اكون في project وفي project دو اتيحكم ان انا استخدم البرنامج ده فتعلمه واستخدمه وانت لما بتفهم الconcept بتاع زي تتعلم software او برنامج بتتعلمه بسرعة جدا يعني مثلا كنت في فيلم اسمه Christopher Robin Christopher Robin ده كنت في Frame Store اللي هو Winnie the Poe جميل وفي Winnie the Poe ده كان مطلوب ان احنا نعمل الكاركترات هم الكاركترات عبارة عن لعبة عرايس فكان مطلوب ان احنا نعمل الموالينج بتاعهم في Marvelous Designer يعني مش في Marvelous Designer وكنا بنعمل كده فعلا كأنك فعلا يعني كأنك بتخيط او بتعمل الحاجة ده كأنك خيط وبتعملها مش مش بتنحط فبتعمل جوه Marvelous Designer وتعملها تنفخها من جوه علشان تبقى شكل الكاركتر والموديل لان بعد كده انت بتديها للتيم بتاع السيميليشن اللي هيعمله بقى السيميليشن عشان وكده وتطلع شكلها فعلا عروسها في الاخر فمثلا في فيلم زي ده انا ذكرت ان انا بقى بعمل كل حاجة جوه انا كنت بموديل جوه Marvelous Designer انا حتى يعني الناس معظم الناس اللي بتستخدم Marvelous Designer بتعمل الموديل وبعدين تدخله جوه Marvelous Designer عشان تعمل اللبس عليه لا انا كنت من الصفر بعمل الموديل نفسه جوه Marvelous Designer ودي كان حاجة رهيب يعني اول مرة اسمعها اول مرة اسمعها انا برضو امش بتخيل ان كان ممكن يحصل وحصل فعملناها فعلا وبردو الحمد لله فيلم ده اخد اوسكار على فكرة Visual Effects فيعني برضو من الحرف المتفخور نشاطي طريقة التفكير هذي يعني اي واحد يوصل الى مرحلة معينة في رحلة 3D خلاص السوفتوير عبارة عن تول رح تساعدني في العمل ما هو العكس ما المفروض ان نتعلم السوفتوير بس عشان نتعلم السوفتوير فصح كلامك مية فيلمي هي بالضبط عاملة زي لو انت كنت ايما كنت 2D artist كنا نايمان بنهتم البراشر اللي انت بتستخدمها في Photoshop لما مثلا بقى عزف مزيكا البيك اللي انت بتستخدم لانت بتيكي تعزف في بيها وهي ملاش علاقة خالص بالموضوع الموضوع ان انت تيبقى عندك الخبرة وانك تعمل الشو اللي مش انك تهتم انت هتعمله بايه جيد طيب هل تستخدم الهير كاردس ولا لا الهير كاردس في الجيمز في الوركفلو بتاع الجيمز انا ما اشتغلتش في جيمز فمعظم الشعر اللي بعملو يعني مثلا زي الحاجات ديات بيبقى كله XGen بس يكون ثقيل على render ولا لا اه طبعا لان ده بيحتاج ان انت تعمله في render بيسموه offline ان انت يعني لازم تعد كذا ساعة بتعمل render للفرين مش بيبقى الوقت مش بيبقى render شغال وانت بتتحرك جوه البرنامج زي الجيمز جميل فعلشان كده الهير كاردس ما عنديش خبرة او كي لانا انا توسط الوقت اللي اتاخد في تصميم الشخصية الوحدة وايش المراحل اللي اتمر فيها برضو ده حاجة اللتي بجدا حاجة بتختلف ممكن ابقى بعمل شخصية مثلا وش بس ممكن اكون بعمل شخصية كاملة ممكن اكون بعمل شخصية بهدوم وكاستيم معقد فده كله بيفرق في الوقت حتى لو انا هعمل وش بس ممكن اكون بعمل وش بتاع شخصية شكله عادي مش شبه عبد معين ولما بعمل وش ولازم اجيب الشبه بتاع شخص معين ده كله بيفرق في الوقت بس لو قادر اقول مثلا ان انا ممكن ومع الوقت بتبقى اسرع يعني مع الوقت بتبقى سريع اعتقد ان انا ممكن اقول ان لو كاراكتر رياليستيك وهبدأ من بيز مش ممكن اخلص الكاراكتر بالتكترينج بيهدومه بكل حاجة في مثلا اسبوعين ثلاثة جميل جميل ها طبعا كامل كل حاجة جميل بس لو كنت بتنحط بس الواجه لا لا كل حاجة لو كاراكتر كامل لو كاراكتر كامل بيهدومه بتكترز بيو بيز بتيبولوجي بكل حاجة لا انا سألت لو بس بتنحط لو بس بنحط واش فده راجع للفكرة بقى اللي اقول لك عليها لو اللايكنس ممكن برضو بتختلف لو شخص معقد اللايكنس بتاعته صعبة شوية ودي بتبقى في الشخص كلما الشخص ما بيبقى سنه صغير والريفرنس اللي انت بتدور عليه مش موجود كتير يعني مسلا ساعات بيبقى في الشغل اللي اللي عمله فريلانس ساعات ناس بتطلب مني ان انا عامل لممثل يكون كان عامل فيلم سنة ستين او سنة سبعين فلما بجأ ادور على الريفرنس بتبقى الريفرنس طبعا الريفرنس بتاع بيبقى ضعيف جدا فبيبقى صعب تجيبها بسهولة ومثلا يكون لي ريفرنس كتير فده يساعدك ان انت ما تاخدش وقت طويل فممكن اقول مثلا لو انا هشتغل يعني مثلا 8 9 ساعات في سؤال سؤال حلو لنشوف صلاحة كيف اعرض اعمالي والاشياء اللي اركز عليها في اعرض الاعمال اول النقطة النقطة المهمة اللي انا قلت عليها انك حاول تركز انك ما يبقاش شغلك بتشتغل 500 حاجة في نفس الوقت يعني ما تحط مثلا environment جنبها prop او weapon جنبها character جنبها creature creature جنبها 2D concept art جنبها animation لا يعني حاول تركز في حاجة معينة شوف الحاجة اللي انت حبيبها والحاجة اللي انت متخيل نفسك تبقى بتعملها كل يوم وانك تبقى دي شغلك ومستقبلك وركز فيها الحاجة ديت وعملها حاول الجالري بتاعك يكون متخصص في الحاجة ديت كل ما بتكون متخصص اكتر كل ما ستكون مهتميا هي تتابع شغلك وتعملك فولو لان هم عاملين لك فولو عشان الحاجة دي فلو انت بتعمل الحاجة دي طول الوقت هم عايزين يشوف منك الحاجة دي دايما ده اول نقطة ثانيا التخصص ده بيساعدك انك تتعلم بسرعة وتوصل بسرعة لان لو انت قعدت توزع مجهودك على عشر حاجات هتاخد وقت طويل جدا عم تبقى شاطر في عشر حاجات ده لكن لو انت وزعت مجهودك كل على حاجة واحدة هتبقى شاطر جدا فيها في وقت اقل فلو انت اول حاجة علشان تعرض شغلك حاول ان شغلك يكون مثلا انا بدخل على بتاعك انا عارف ان في سيم معين هشوفها انا عارف ان في حاجة معين هشوفها مش مش هشوف 500 حاجة دي اول نقطة تاني نقطة احكم احكم بنفسك هل الحاجة اللي انت شايف دي دي حاجة انت ممكن لو دخلت على تدوس عليها وتعمل عليها لايك وتشوف ها ولا لا لو انت شايف ان الموضوع صعب انك تحكم على نفسك خلي حد يحكم ويقول لك ايه لشكل وحش وبحد دي مقصودش حد يكون من عيلتك او يكون من قريبك يعني حاول يكون حد مثلا يكون شغال في المجال يكون عنده اكتر منك ويبقى محيد يعني مش هيقول لك شكلها حلو عشان هو صاحبك لا يبقى بيقول لك هي ان انت دايما حاول انك ما تحط الشغل يبقى لسه مش خلصان حاول دايما تكون مخلص الشغل على قد ما تقدر علشان تحط ما تحط الشغل مش خلصان لان اللي هيشوف في الشغل مش هيعرف هو خلصان ولا مش خلصان هو هيحكم على انت شايف ان ده كويس فهو عايز تأكل ان انت عارف ان ده شكله عمل ازاي وهو خلصان ولا لا فانت ممكن تحط حاجة مش خلصان و وهو يدخل يتفرج عليها ويتخيل ان ده مستويك مع ان انت كان ممكن تقعد عليها اكتر وتعمل شغل اكتر و خالي شكل احسن من كده فدائما حاول تحط شغل يكون في البرتفوليو بالذات يكون شغل فانش ما تحط الشغل جميل هذا السؤال توقع جاوبنا عليه لموضوع الخبرة اللي يحتاج عشان يدخل توقع احنا جاوبنا عليه موضوع اعمالك هي اللي تحكم او بالضبط اعمالك هي اللي بتحكم احس برضو في السؤال ان الناس بتقول تشتغل يعني يعني عائس خبرة عشان يشتغل في شركات كبيرة صح نعم الخبرة يعني صعب ان انت ك تشتغل في مكان كبير مرة واحد فانت ابدأ في مكان متوسط بعدين يعني مع الوقت هتوصل ان انت تشتغل في مكان كبير كلنا بنبدأ في مكان صغير وبنقدر نوصل لمكان وفي لسه اماكن اعلى كتير يعني فعلي طيب بدايتك اول اول بدايتك الفنية قلت لان بدايت بالتودي بورقة أو المنصص بس من مت انت بدأت ترسم اساسا من يمكن مثلا من وانا صغير يعني يعني يمكن من وانا عندي اربع سنين يمكن من قبل ما يعني يمكن اصغر كمان من كده اعطاق ان انا برسم من قبل ما افتكر يعني فمن زمان وبرضو سعيدني جامد جدا في ان انا اتخصص في البرتري ان انا برضو لما كنت برسم وانا صغير كنت بقى بقى حاول ان انا دايما ارسم لايكنس بقى عمل دايما بورتري لايكنس اعتقد ان كان في حاجة هنا تقريبا لا ما مكنش بديد استنى حاول اشوف هادك دي كانت ارتكل لانا كنت كتبها برضو ممكن تفيد الناس اللي هتبقى شايف انا على يوتيوب لان احنا بن ريكورد السكرين دي كانت ارتكل كنت بتكلم على الطريق برضو مذاكرتي والحاجات اللي انا كنت بتفرج عليها وبفهم ها وبذاكر ها علشان انا اشاطر في ان اعمل بورتري ارت برضو مش موجود فيها الحاجة اللي انا كنت عايز ارقى مش موجودة بس كان في حاجة انا كنت عطت فيها شغلي من 2010 و2009 كنت برسم بورتري برضو بس بأقلم رصاص والوان خشبية فده كله بيرجع في الاخر يصب في وفي العشر تلاف ساعة اللي انت بتجمع جميل جميل طيب حلش خاص يسأل كيف اشارك في عمال عالمي كمتدرب عشان اكسب خبرة هي نفس الفكرة انا لو انا شركة بعمل عمل عالمي مش هشغل حد متدرب فيه يعني مثلا في كل شركة دلوقتي في كل شركة افلام في عندهم برنامج للتدريب تمام جميل مثلا احنا عندنا تقريبا اسمه Greenlight في Greenlight دوت انت بتكون دارس في جامعة متخصصة في الفن مثلا في اوروبا او في بريطانيا وبتبقى خريج من الجامعة دي بياخدوك يعلموك ازاي الحياة في البروداكشن وازاي احنا بنشغل على الافلام ويبدأ ويدوك زي على جام بتشتغل فيه لكن مش بيشغل لك في فيلم مش بيشغل يعني مش اني ماشي حلو اني بقى عندنا طموح بس برضو بالعقل انا ازاي هتدرب في حاجة عالمية صعب بس لو انا اتدربت في المكان اللي بيعمل الحاجة العالمية هتبقى نفس الفكرة فانا هشتغل في حاجة مش عالمية بس هتدرب بنفس الطريقة وده المهم لان في سؤال ثاني نفس المعنى طيب الشركات الكبيرة ممكن ما تعطيك فرصة انك تشتغل في الشغل نفسه بس هل في ستوريوهات تكون صغير وتعطي ممكن الواحد يشتغل فيها بلاش على حسب برضو طبيعة الشغل يعني لو هو زي ما قلت لك شغل كبير لفيلم كبير صعب ان انت ك جونيور ارتست او كحد داخل تدريب انك تشتغل في المجال دا لكن هما بيدوك فرصة انك تتدرب تتدرب على بروجيكت على جنب هما عاملينها للبرنامج دا جميل بس بيبقى الفكرة بتاعت البرنامج دا او البرنامج دا ان انت ازاي تشتغل على فيلم جميل طيب في سؤال كان يسأل كيف تتعلم مساليب جديدة وكيف تحب تعلمها هل مثلا من مقطع شرح او مثلا تتكلم مع حد زملائك في الستيديو تخلي يشرح لك وجه لو وجه فكيف مثلا او انا دايما لما اتعلم حاجة جديدة بتبقى يائما في الشو اللي انا شغال في بروجيكت زي ما كل نتكلم على ويني دابو انا اتعلمت الاسلوب بسبب انها تحطيت في الموقف دا في الشغل اما انا بعمل شغل ومحتاج ان اتعلم مثلا ده كان اول شغلة ليا لوجين كان اول شغلة ليا ان انا اتعلم في جرومينج فساعتها حتى باين المستوى ان مش قدي كده يعني كنت لسه اول مرة في حياتي استخدم اكسجين فبين ان المستوى مش كويس قوي يعني فساعتها اعت اتفرج على التوتوريالز واعت اقرأ الحاجات المكتوبة عن البرنامج والارتكيلز المكتوبة عن البرنامج واعت اتجرب وتعلم لغاية ما طلعت نتيجة شغلها ظريف شوية ودي اعتبرتها ان انا منها عملت شو ليين في تحط في البورتفوليو ومنها وقتك على ان انت تعود تتعلم وخلاص احسن طريقة انك تتعلم هي انك تبدأ في عشان تتعلم ازاي تعوم زي ما كنا لسه بنقول ارمي نفسك في البحر فبرضو نفس المبدأ دوت ارمي نفسك في ابدأ في وكل ما تقف في خطوة قيم مع نفسك ايه اللي ناقصني عشان اعدي الخطوة ديت وزا كده الحاجة اللي تخليك تعبدي الخطوة ديت جميل جميل طيب سؤال شوي انترستنج وكيف ممكن اطلب فيدباك بالطريقة الصحيحة يعني مثلا تخيل مثلا بالنسبة لك عندك مثلا 21 الف اتوقع ان اجيك رسائل بشكل مستمر طبعا بالنسبة لي انا شخصيا لما اطلب فيدباك من شخص مثلا وكانت عندي بالنسبة لي انا بالنسبة لي اشوف انها الطريقة الصحيحة يعني ممكن الناس فاضي طيب فاسأل عن مثلا تكستر او الموديل واحد طيب او ان مثلا بسأل عن الاضاءة بس او بسأل عن الكمبزيشن بس فبالنسبة لك كاركتر ارتست لما جي حديث اتوقع ان فيه كثير قالوا لك ان ممكن تشوف الكاركتر كامل فهل عندك هتنظر في هذا الموضوع موضوع فيه حساسية شوية وبالذات يعني انا اسف ان انا بقولها بس للأسف فيه احنا كعرف بالموضوع ده فيه حساسية شوية ان احنا ممكن ساعات ما بنقدرش ان حد يمكن يكون مجغول وممكن ان احنا ناخد الموضوع بطريقة شخصية لو انا مسلا ما ردتش عليك عشان انا مش عايز ارد عليك او مش عايز ساعات بس هو الموضوع ما بقى ش كده هو موضوع ان زي ما تكون لسه بتقول يعني فيه فولورز كتير فدي معناها ان فيه ناس كتير بتبقى عايزة تسألك وفي نفس الوقت الفولورز الكتير دي جاية من ان انت بتشتغل كتير فان هتشتغل ولا هتقعد تجاوب على المسجز اللي جايلك فطبعا بحاول اجاوب على قد ما اقدر بس ساعات بييجي علي وقت بيكون مشغول سواء في الشغل بتاع الصبح او في الشغل الفريلانس او في شغل انا ال غير ان انا ليا حياة يعني انا عندي بيت واسرة فطبعا ده كله بيخلي يومك محدود جدا وللأسف معظم الناس اللي ممكن تكون بتبعث لك ميسج او بتسألك في حاجة هو بيكون متخيل ان هو الوحيد اللي ممكن يكون بيبعث لك الرسالة دي هو ما عالش ان ممكن يكون في ناس كتير جدا فممكن يزعل لو انت مردتش عليه على اساس ان هو الوحيد اللي بعت لك وانت مردتش عليه فدي اول نقطة حتة الحساسية بتاعت ان احنا ما بنردش بس انا بحاول على قد ما اقدر ان ارد وزي ما انت كنت تتكلم كل ما انت تحاول ان تأثر السؤال وتخلي السؤال مباشر انت بتساعد اللي قدامك ان هو يرد ان هو مش هيكسل او مش هيحس ان هو ضايع وقت طويل او ان هو رد عليك يعني انت طبعا انا انا لا اوزكر بالنسبة الناس تانية عندها اضعاف اضعاف الفولورز الاندي ومشغولين اكتر مني شركات اكبر مني بكتير عندهم مسئولات اكبر مني بكتير فانا ممكن تاخد اجابتي ديت لانك تتكلم مع الناس اللي اهم مني اللي انا بتكلم عليهم دول ان انت تحاول دايما يكون سؤالك مباشر انك تخلي سؤالك قصير وتحاول دايما في قعدة مشهورة جدا اسأل سؤالك ده على جوجل لقيت اجابة خلاص انت مش لازم تعطى لحد وتسأله السؤال ده ما لقيتش اجابة وفعلا الموضوع صعب جدا وانت متوقف على ان الشخص ده يجاوبك هو الشخص ده في حد ذاته هيعرف سؤالك ده وتيستهل انه يجاوب عليه ولا لأ لاني مثلا لو انت سألت واحد انت ازاي بتستخدم البراش الفلانية يعني انت دي حاجة ممكن تلاقيها على يوتيوب او ممكن لقيتها على جوجل لكن لو سؤالك محدد وفي جزء محتاج خبرة الشخص ده جدا ساعتها هو هيبقى عارف ان سؤالك ده فعلا انت سألته بعد ما حاولته وانت عايزه هو اللي جاوبك عليه فدي نقطة تاني نقطة بلاش الحساسية وبلاش انك تزعل ان حد ما ردش عليك لانك تجاوب على سؤال ويبدأ يسألك تاني تجاوب تاني يبدأ يسألك تالت فجأة تتحول ان انت بقيت مسؤول عن الشخص ده وانت بتعلمه دلوقتي انت مش بتجاوب على سئلته فبعد مثلا ما انا كنت بقولك انا عندي شغل الصبح وبعدين شغل وحياتي وبيتي بقى كمان في من ضمن مسؤولياتي ان الشخص ده بيبعتني كل يوم مسج اتابع معاه مستوي وشغله فدي طبعا حاجة صعبة جدا فبرضو لازم يكون عندك حساسية في النقطة ديت مشكلة بحد ذات ان الواحد يعني يظل يرسل يعني ما ادري اكون اكسر مثلا بالنسبة للبودكاست اللي ارسلت لناس كثير عدد كبير اساسا حتى ما رده على الرسائل بس ابدا ما ضايق لان عارف عنده حياة ممكن شاف الرسالة ونس ممكن اساسا ما شاف الرسالة في الف والف سبب ممكن يخليهم عير فعشان كده انا على فكرة بستغلي دايما اي فرصة زي لما انت بعتلي علشان البودكاست انا مصوب جدا طبعا لان احنا بنتكلم بالعربي لان انا دايما لما بقى مثلا في اي بودكاست او بيبقى دايما مع حد اجنبي فببقى دايما حاطت في بالي ان انا متضايق من حتة ان انا ما وصلتش المعلومة دي لحد ممكن كيف ومش بيتفرج على حاجة بالانجليزي او يكون مش قادر يفهم ايه اللي بيتقال فانا ممسوب جدا ان كانت اولا ان فرصة ان احنا نتكلم بالعربي ونحاول نساعد الناس شوية بالعربي يعني تاني نقطة دايما بستغل لأي فرصة تكون فيها بودكاست او حاجة زي كده ان انا اجاوب على اسئلة على قد مقدر بحيس ان الاسئلة اللي انا هجواب عليها دي ممكن يكون في عشرة او عشرين هيسألوا نفس السؤال فانحنا بنجاوب عليهم مرة واحدة وحاجة موجودة على طول ممكن لما حد يجيل السؤال ده كمان سنة او سنتين يدخل على يوتيوب يلاقي مثلا البودكاست ديت واسمع الاجابة فعلا انا احب يعني في النهاية حين احب اشكرك كلمة كلمة انك يعني ان هذه الشغلة اللي احبها في البودكاست ان اخر خبرة تغيري و فعلا انك كلمة الهمتني قليلة طيب فعلا 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 اشكرك عبدالرحمن الله خليك انا برضو عايزة اقول لك ان انا كنت عملت بودكاست زمان كنت انا في يعني انا في مكانك وبتكلم مع ناس شغالة برا في شركات كبيرة فدلوقتي يعني الحمدلله انا شغال والناس هي بتتكلم معي فدي حاجة كويسة برضو ان شاء الله ممكن في المستقبل تكون انت شغال في مكان كبير ويكون شخص بيتكلم معك ويسألك عن خبرتك ان شاء الله باذن الله سؤال احب اختم فيه طب وش نصيحتك لنفسك اول ما بدأت 3D وترجع على ورا هنصح نفسي بان انا اركز في نفس الكلام اللي انا قلته اركز في حاجة واحدة وحاول ان انا بقى شاطر جدا فيها بس هبقى متأكد ان الحاجة دي مطلوب ان في شغل لها فهرجع عنصح نفسي ان انا اركز في لو انا السنين اللي انا ضيع اعطاها مش هقول ضيع اعطاها لان انا زي ما قلت ان اقلت خبرتي من بس السنين اللي انا قضيتها وانا بشتغل في من ساعتها اعتقد ان كان مستوى كان هيبقى احسن من كده كمان انا هيبقى عدد الساعات اللي انا اشتغلت فيها اكتر النصيح اللي بنصح لنفسي وانا صغير وبنصح لأي حد مسلا يكون لسه في البداية ركز على حاجة معينة حاول تبقى شاطر جدا في الحاجة دي وما تشتتش نفسك وما تشتتش مجهودك في اكتر من حاجة دانية وتضيع وقت جميل جميل يا عبد الرحمن يعطيك الف عافية وان شاء الله لو صارت فرصة في المستقبل بعدين ان نرجع نتكلم اكيد اكيد شكرا يا مونير وشكرا ان انت بديتني الفرصة ان احنا نتكلم وزي ما قلتلك بالذات نحنا نتكلم بالعربي انا وصوق جدا وزي ما قلتلك قبل كده لما انت كنت تسألني على ان احنا نعمل البودكاست لو في خمسة استفادوا او اتنين استفادوا من اللي احنا قلنا النهاردة يعني انا هكون سعيد جدا ان احنا سعيدنا اتنين في ان يلاقوا مثلا الوظيفة اللي هم بيضغوروا عليها او انتباعاتهم تكون احسن شكرا عبد الرحمن شكرا عكوان